في ناس ما عملوش رابع اللي انا عملته واخده سيد كبير جدا. الكابتن سابت البطل ما رح تقفل في وشتي قلت انا اصر اصر انا اصر انا اصر انا اصر انا اصر انا اصر انا او في البعض كان صدر ومش حالو. انا بقى اول مرة اقول لك الكلام. حسدت اجيت مع ايه الشخص الغلط? لا ده انا جيت مع الشخص الصح. لا ما انا جايلك بقى ازبط انا تلعبني. بيه لعب بيبقى نفسية وحشة? والغل بيبقى نفعني? يعني مثلا زي ما يجي يقولك يشننا ويكلم الكابتن معمود الخطيب وقال له لا ده ده لا يا سلام بتغيروا الاهلي في ثلاث ثواني بتحققوا على مين? يا تونس يا خضرة. خلص بقيت حامرة. اقعد ابص بقى مين حاقد. شايفك بقى? ما هدان تودان. اللي هتتمنيه لغيرك هيحصل لك والله. يا اصلي ده دين. بقيت انت بتنيم افريقيا من الدهر. مش بغض. لان زي ما انت مش حافظ. بتعافش تقول اسمها ما عافش اقول اسمك. ايو. ولا شايفك اصلا. السلام عليكم يا اصحابي اهلا بكم وحلقة جديدة من جول كاست. حلقة غالية علي بقى لأسباب كتيرة. هي مع الكابتن التاريخي للنادي الاهلي. رجل من رموز اه خط الدفاع في الكرة المصرية. وده مش رأي يعني ده ده حاجة ما مفعش حد ينقشني فيها ده ان في حاجات بتكون غير قبل لاننخش ده الارقام. الارقام ما مفعش اراء. فالنهار ده هو الكابتن التاريخي للنادي الاهلي. اكثر من حمل بطولات وهو مرتدي عن شهرة قيادة النادي الاهلي. الكابتن شادي محمد منور الدنيا يا كابتن شادي. يا عبد كل سنة وانت طيب. هو رمضان كريم عليك. متقلق دايما. وعايز اقول لك. وانا كمان الحلقة يعني. عزيز علي وبعتزلك عالتأخير. لا لا لا. المفروقة الحلقة دي تبقى من شهر فات. لا لا. ولكن انا انت بالناس المحترمة اللي انا بعزها وبحترمها. واقل لحاجة اكون معيك يعني احنا اصدقاء قبل اي حاجة وانا بحترم الصداقة وانت فعلا مش شخصات المحترمة يعني. انا عايز اقول لك اه ليه بقى ايا كمان عايز على غير ان احنا طبعا اصدقاء وانا بتصرف بكده. انت فاكر اول مرة تقابلنا فين? فين? تقابلنا فيس توفيس فين? كنت في باريس. ايوة صح. مع المنتخب? ده الفين وستة مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي. ودي حاجة يعني انا كانت تمنتاشر سنة وقتها. وكنت مشجع بقى والهان وبتاعه وبعدين ايه? روحت لباريس في نفس الوقت الاهلي هناك فروحت بقيت عاعد معاكم في الفندق. افتكر. ومش عارف ايه وفاكر. الله افتكر. اه اه. كنا على العب باريسان جيرمان ودي. بالزبط كده. اه. منتجت لنا التمرينة اللي كانت تمرينة خفية. اه. حضرنا كده مدة وبعدين لنا في اه. وروحت وعملته شوپنج في مول. ايه. انت طبيع ما قبل. يا الله ما اعلن. فدي كانت اه كانت تمنتاشر سنة يعني بتكلم مسلا من 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 سبعتاشر سنة بجد يعني. فعشان كده بعد بقى سبعتاشر سنة بتجي لي في برنامج يعني حاجة بجد بالنسبة لي حاجة معناها ان انا عملت حاجة في حياتي يعني. حاجة. والله بص دايما في حاجات اه. من غير مجهود. لا علاقة بالنواية يعني. اه. انا بقول كده دايما. اللي انت نياتك بتبقى كويسة. تبقى كمان تبقى اخلاق والناس بتحترمك وبتقدرك. الله رسول الله. فبالتالي اه. بتلاقي نفسك في مكانة حلوة. يعني. يعني مسلا انت ما كلمتني انا بصراحة اما ترددت الثانية. وعايز اقول لك الحاجة بصراحة. انا مش دايما بحب كل البرامج ازهر فيها. مم. بس انا شفت لك كم حلقة. ودي حية. مم. وانا اللي كنت هتصل بيك اقول لك انا عايز اعمل معاك. الله العظيم. لا تنور الدنيا والله. دي حية. عادلية لان اه. اه. في ناس بتشتغل في الاعلام. ممكن تبص تلاقي ناس بالمشاهدة الفين وتلاتة الاف. اه. عشان ما فيش ما فيش كنتينت بجد. اه. في ناس كتير ده قد تقول لك كنتينت المحتوى. انا صنعت المحتوى. وهي بلح. اه. فهام? دي حقيقة. اه. والله العظيم. هو لازم الواحد يعمل اللي عليه ويسيب الارقام تيجي مع مع الوقت يعني. ده اللي انا عملته عن نفس. لانا قمرك ما تبدأ وعندك مليون مشاهدة يعني. يا بتيجي مع. ولا ليه على انا اهم حاجة اكون حابب الحاجة. بعيد بقى بتجيب دخل ايه بالفولورز اللي فيها مين كما. اه. عددهما الديه. في ناس بتهتم بالعدد والكلام الفارغ ده. لكن في الاول في الاخر انا اما بقدم محتوى محترم. هيعيش معايا. صح. المردود بتاعه عند الجماهير. او الناس اللي بتتابع هيبقى ليه مردود محترم. فبالتالي. انا انا بكبر مع الحاجة كمان. صح. هقول الحاجة بقى مع كلامك كمان اخيرة في القصة دي. انا بشوف ان الاعلام لازم يبقى يا اما هواية. يا اما هواية وشغل. مينفعش يبقى شغل بس. لازم تبقى انت حابب يعني. ممكن يكون بيدخل لك ممكن لا انا بالنسبة لك هواية. مم. بعد كده تبقى بقى شغل او يبقى فيه ده موضوع يبقى جميل يعني. خليني قبل ما ابدأ خليني الاول اه ندواء الكرك. من الكرك بوي. اه النهاردة الكرك ده من المشروبات اللي انا بستمتع بها جدا يعني. كويس كويس عشان احنا اتعافي خارجين من رمضان. الله الله. انا الشاكك اللي هو بتاع ده عرق سوز. بيش عرق زوز باللون ده ابدا. ولما هتدوق بقى كمان هتتبسد. اي. شكرا خد ده. بسي. شكرا. ده كان اول. تاني حاجة بقى قبل ما نبدأ. عندي لك يدية صغيرة جدا. اه اعازك تفتحها انا هسهل عليك الفاتحة اه. هتفتحها بعد اذنك وبتفتحها كده هتفردها. انا بحب الهداية واقع. بجد ولا. اه الله بتقصرها. عامل حسابي. ايه? عامل حسابي. اوكي. اوكي. وقلوها كده اللي بقى. دي تشيرت من فوتبول تاون ستور وهو ستور متخصص في تشيرتات خروج بس اه واخدها ستايل الكورة فانا اه بقى بصراحة كنت بيك فان لحد ما قلنا راجم بعد كده لضيوف المهمين نعمل لهم ايديا من فوتبول تاون. مرسي عبد الرحمن. فانا انا مشكولك شكرا جزيلا. طيب هبدأ من مكان ما قلنا. يعني فكرة الكابتن التاريخي للنادي الاهلي دي حاجة صعبة اوي يعني يعني ده لقب تهالي تكتسب وبصعوبة جديدة اوي يعني يعني ازا اكتر كابتن شاربة طلاس في تاريخ النادي الاهلي. اه وهقول كمان انه يعني ممكن مش عارف كنت متخيل انت متوقع توصل اصلا لحت دي في الاول. لا انا حلمت حلمي تاني يعني كان حلمي اللي انا العب في النادي الاهلي. اصلا. وكل المحوطي الجو المحيط بي. اصدقاء اللي انت بتقوله ده اه مستحيل. بتلعب بيه جنب احسام حسن. بتروح صالح سليم رئيس النادي الاهلي. انت بتهزر عما قعد خلينا في الدورة الخماسي اللي بنلعب بيه كنت في اسكندرية. بلعب في الشارع اسمه الفاردوس كنت بعمل دورات وانا صغير. وكان كله بيستغر بيكون صغير وعمل دورات للناس كبيرة ومناطق. نظم دورات. اه? لا ولا انا عندي خمسشار سنة. اه او اربعاتشار سنة كمان. زميل يعني كنت بنظم. بس فابتديت اه اعمل كده حلمت الحلم ابتديت اشتغل عليه. مرة فعلا من وانت صغير بتقول انا نفسي هلعب كرة ولا نفسي هلعب في الاهلي. اصلا ايه حد نفسي هلعب كرة اولا. انا قلتها كتير جدا انا كنت كاتب ورقة ان شاء الله هلعب في الاهلي. اول ما صدقت الحلم اشتغلت انا كنت بروح عبدالرحمنان صلي الفجر. والدي ما يعرفش الله يرحمه. والدتي ما تعرفش في الاول. اه. كنت بلعب في النادي الولمبي كنت بس حالفجرة روح اجري من الشطبي. كان زمان في اه دلوقتي تغير الموضوع ده. كان زمان شالهات كده. اوكي. ورملة تقيلة جدا. كنت باجري من من تقريبا من الشطبي لساني ستيفانو. تقريبا سبعة تمانية كيلو على الرملة. فكنت صغير لما بيجي لعب مع الليف سني. طاير. فبتفرع عنهم عشان كده لما روحت الكروم بعد كده. اه بحاول اختصر معاكل رحلة. لا براح. لما روحت الكروم. اه بيتلعب مسلا ايه? ستاشر وتمنتاشر واحيانا عشرين. تتصعد. كنت فارق. الحاجات دي فرقت معايا قوي. واصرعت اللي انا اروح النادي الاهلي ده كان دي دي البداية. روحت الكروم ازاي اصلا? اختبارات مسلا? لا. انا كنت عامل حدسة. وانا في الاولمبي. والحد كانت كسر المضاعف في الرجل. يعني خدت في الاولمبي الاول. اه. اه. بعد كده قلت خلاص انا بطلت كورة بعد الحدسة دي. رجلية كسرت اه كسر المضاعف. اه. دي حدسة عربية يعني. اه. عدت فيها سنة سنة في الجبس. وكان عمل لي حاجة اسمها شباك. كده يفتحوا مكان الكسر يشيلوا الخياطة ويرجعوا يجبسوا تهين. شباك. اه كان بعلا حظي كابتن عبد ابو العلا كان كل لعابة الاهل والزمالك بروحوا يتعالجوا عنده. كان دكتور شهير جدا في العلاج الطبيعي. اه. بيرجعك بسرعة وما فيش اثار جانبية بعد. رجعك كويس. رجعك كويس. رجعك بالزبط. اه. كان بقى انا فاكر كنت صغير كان بتحلاج عنده كابتن اشرف قاسم. ناس كتير من النجوم يعني. بس بعد كده والدي كان عامل لي لازم ليه تلاتة اربعة ساعات في اليوم حتى وانا بروحي المدرسة لازم اقف معاه في المحل كتاع غيار بتاعنا. اوكي. لازم اقف. عدت تعلمت التجارة منه. اه. فبالعب في مركز شبابة. لما رجعت عدت لعب في مركز شبابة اسمه متحاد الجمهوريات. تمشيت دا من الولمبي خلاص? خلاص بقى عدت سنة ونص اه ما بعيد عن الكرة خلاص. رجوعي كان في مركز شبابة. الفرقة اللي كانت معايا تسعين في المية منهم راحوا فين? الكروم. في نفس العمر ده. اوكي. فواحد ما عدي علي. لازم مع والدي تلات ساعات دول اي بقى عايزهم بالليل عايزهم انت خلاص المدرسة او تيجي انت لازم. هو هو بيديه لك حاجة تعليمية يعني. انت كده كده لك تلات ساعات معايا في اليوم. لتلات ساعات لانت في مسئولية تشيل من بعدي الله يرحم. وده فادني كتير جدا في حياتي بقى فيه في سني ما بيعرفش عني اصلا يقف مع والده في سنك بتكلم اربعتاشر خماشر سنة. فاهم التجارة. فاهم بقى وبشوفه بيعمل ايه. وبشتري من اين ويورد من اين ويبيع ازاي. بتفهم في الاصول وبتفهم يعني ايه. اه مسئولية ويعلمك ازاي تبقى راجل وازاي تاخد قرار وازاي شخصيتك تبقى قوية كل ده تعلمته منه. اه. فلعيب ما عدي من رجع من التمرين. لقيته بيكلمني قال لي اه كان فضل العشر تيام عالدوري. وانا كنت سريع جدا. جدا. اوكي. فاهم? وحتى اتحاد الجمهوريات ده كان ملعب راملة. اه. فعد على قال لي انا هكلم المدرب وتعلم عنا التدريب ومش عادي احنا ايه ما عندناش ولا سرد باك ولا باكليفت وكي. روحت قلط له ماشي قلط له بس والدي ما عافش انا ملعب كرة اصلي. هو متعقد من بعد الحد سان ايه. فانا ايه. عندنا حاجة اسمها سنة الاستنباطة. انا فتقعد فيها بالساعتين والتلاتة تسنة. رحت وودتها وروحت اخرج على روحت له في الدخيلة في اسكندرما كان بعيد جدا. كان فيه مدرب اسمه كابتن سيد طلبة شافني بعد ربع ساعة. بعد اول اه. تالت لمسة ليه. اخدني. تعالي تعالي. اه قعد بره. انه قعد بره دي. اه خلاص. بقس باهانة. لا قعد بره دي لو انا عارفت خلاص. انا عارفش بانا محسبتاش كده. ايه. انا بصراحة اه عارف الجسم كل اه كله مية مش الطريقة دي حتى. قلت انا عملت ايه وكده. يعني قبلها كنت عاملت كم حاجة كويسة روحنا اخدني على اه النادي ومضاني وسلمني لبس. في ساعتها. ولعبت اساسي اول ماتش. اه. وبعدها لعبت بعد كده بعد ست شهور مع الفريد اللي اكبر مني. بعدها روحت منتخب جولمبي بعدها الاهلي شافني مضيت في الاهلي قبلها قبل يعني القصة مشت كده. اه. اوكي. فالحلم اتحقق. ففي ناس حواليك هو ده اللي انا عايز اقوله في البداية. في ناس اقولك اه مش شايف اللي انت تقدر تروح المكانية بتوقع منك. او بتقلل منك. او. او مش فاهم حلمك. او ازدعابهم. اه. اه. مش عايز يوصل لانت في ايه. بزبط. بزبط. انا كنت مبسيبش ماتش في استاد الكاهرة في استاد اسكندري عشان بيتي كان قريب منه عشر دقيق ماشي. كنت بروح وشوف التمرنت منتخبات كابتن جهري. شوف حسام حسن. ينفع وانا ممكن اتعاب مع دول الله صعب. طب ما انا هو برجلين وانا مسلا برجلين. ما هو مسلا في ايه مش هو عنده مسلا بيفقى تسعين مخ ولا هو نفس. ما انا عندي مخ وعندي رجلين. ليه لأ? فاهم? بس والحمد الله آآ ماضيت كنت في معسكر المنتج اول ماتش ليا رسمي. كنت صغر جدا سبعتاشر سنة. كان اول ماتش ليا والكلوبالي. فمشيت كويس جدا في القطاعات. ولعبنا الزمالك وكسبنا الزمالك واحد سفر كان ماسك الفرقى الله ارحمه كابتن ابراهام يوسف. وكابتن حلم يتولان كان ماسك. ده مع الكروم. اه. اه. كان ماسك كابتن حلم يتولان كان ماسك المنتخب الاوليمبي. ايوة. وبعدين رجعت قدش لسه بقى انضميت. حصل مشكلة في الفريق الاول. في الكروم. اه. حيقابلوا الزمالك كان اسمه ومنتخب الفريق الاحلام. كابتن احمد الكاسو. ايو ايو. اشرف قاسم. وعفة نصار انا متزكى ونادر السيد. ايو. ما حفز اللقابة الكاباتين دي كلها. طبعا. فلاقيتهم بيبعتولي تعال ادخل معسكر. استردباك تصاب والباكلفت تصاب بتاع الفريق الاول. اه. فقال لي هتلعب باكلفت. قال لي لو لعبت كابتن صلاح الناهي. قال لي لو لعبت هتبقى كويز هتشرفني. قلت له ايه المشكلة ها. ان شاء الله هبقى كويز. ما قلتش بقى هتلعب ضد الاحلام وتشيل للمطش وشكرا ما نحاولك. الله العظيم ما نمت. اصلا. رئيس النادي ما وفقش. فما ضاله ورقه وقال لي كده ما ضاله ورقه انا هتحمل مسؤولية. اه. رحت المطش كسبنا الزمالك اربعة اتنين. كان هربي. ده كان فاتحة الخير بقى علي. اتصل لكابتن حلمي بالكابتن اخدوا الباسبور بتاعي. انضمت للمنتخب. من اولمبي. وشاركت اساسي معهم على طول. فالاهلي بيتابع اللعيبة اللي بتروح المنتخبات. طبعا. فالكابتن محمد يوسف اللي انا مش عارف لو كان ماشي من الاهلي فهما بيدوروا على حد بيلعب. يعوضوا اه. يعوض الحدة دي. بس والكابتن ثابت بقى امضاني وكده. في موقف كوميدي اللي ارحمه وموقف مش طبيعي يعي. ما انا عايز اعرف بقى من الكرومل الاهلي برضو دي في سنة في سنة كم? 19 سنة. انت روحت الاهلي بدري. مم. ليه عندي انتبع اه ده انت روحت بدري يعني في سنة يعني في سنة لسة كمان. بيعود يقول لك انا قبل الجيل اللي احنا حقا انا الانجازات اللي بيتقال عليه الجيل ازاي انا قبلهم باربع خمس ست سنين. اصلا. مم. الجيل ده اتعمل الفين واربع عالفين وخير قاعد يتكون الاول. ايوة. انا بكلمك انا تمانية وتسسعين في دي الاهل. اوكي. ايه بقى روحت ازاي? يعني ازاي كانت نسبة البطر جابك الاهل? الله يرحمه واحد من الشخصات العظيمة. اللي انا فعلا تأثرت بيه. راجل بمعنى الكلمة اه كلمته واحدة. بيحب اللعبة الرجالة. اللعبة المخلصة. فكان بيحبني جدا. جدا. وكان بيحتى في الكواليس وفي المعسكرات كان بيحكي لي عن عن امور الشخصية يعني. في بيته. من كتر ما هو انا صغير بس شايف فيها كان دايما يقول اللي جاي شايف فيك راجل كده. اه. فاتصل بي روحت كنت في المعسكر خلص. وروحت. ايو. فجاب رقم يكلم. قاله. ايو ايو مساء الخير. قلت مساء النور. الكابتن سابت البطر ما رح تقفل في وشتي قلت ناصر لعب 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 لعب. انا اعزر. ما هو الله العظيم. عملت كده. ما قلت وحب يعزر معي. وبعدين ايامية كان المبويل مش منتشر. كان عارف انت المبويل النوكي. اه الله ليه اريال. لو اللي رأينا الصامبا وبتاعنا. ايو الصامبا. كان اسم الحكام بيتلون الوان كتير كده. فقفلت في وشة التليفون فانا لقيت حد بيتصل بيا اداري بتاع المنتخب. قال لي الكابتن سابت يا ابني بيتكلمك وتقفل في وشة التليفون. روحت ايه? اقسم بالله. قمت وقفت. فوالديتي بتقول لي انت واقف ليه? هو شايفك? من الخوف بقى فاهم? كان ليه هي بقى يعني. طبعا طبعا. بس فكلمته انا متأسف جدا انا فكرت حد بيعاكس حد مش متخد. قال لي ينفع تيجي اه النهاردة. قلت له في البيت ما عنديش الكلام لا لسه صغير. فقلت له اقول لهم قال لي اه اي حاجة راح تحت احد الكورة بعتلك تمدي ورق اي حاجة. قلت له معاهم. ومشيت وقل لي ما تقولش الحد. فبقى حصل بقى الموقف اللاطيف قوي فوالدي حافزني الله يرحم. اه. فروحت البيت عدت شهر مخبي. وهم بيتابقوني وانا ما عرفش. مين اللي بتابقوك? الاهلي بقى. اه مخبي على والدك والدتك ان انت ماضيت في الاهل. قال لي متقولش الحد عشان مش عايزين مشاكل انا هخلصك من الاهل انت معانا من السنة الجاي. اوه ما اعتقدش انه كان يقصد والدك والدتك. لا قال لي كده. لا والله. قال لي ما تقولهمش هيقولولي اصحابهم ابتدي الخبر نلاقي منافسة. اه مش عارف ايه واحنا شايفين اللي انت لعب واحد ومستر تسوبل عايزك خلاص ومحمد يوسف ماشي قال لي كده بالزبط. مم. ومضيت فيه اه في اه اه رحت الاول نادي النيل لقيتهم مستنيني. اه وروحنا دار مدارات قوات الجوية حاجة ازا كده مضينا هناك. اه. بس اده عيشة صعبة قوي تبقى انت عاد في البيت خبد على اهلك. والدي انا عايز افراح وبرده. ما بالزبط. فاهم? اه. انا انا مرتبط وصريم باهلي جدا. فاهم? اه. اه. كل ما اجي حاس عايز اقول. اه. ما قولش. فوالدي في حاجة اقول حاجة والدي كان الله ارحمه شارس. يعني. اه. البيت كله بيخاف منه الشارعة بيعمل له مليون حساب. حبش الله. حبش النص النص. مفيش عنده الكلام ده. اقول لك انا كان مرعب بالنسبالي. اه. فخلاص اجي اعمل كده فقال لي انت عايز تقول حاجة بقى كل ما تجي انت مجنون انت مش عاف ايه في حاجة. هتقول انت ما فيش حاجة. ففي مرة كررت. يلا. عدى تلت شهور والزمالك بقى ابتدى يكلمني يكلمني. وقبلوني في الكاهرة. اسماعيل سليم وكابتن ابو رجيلا خرجوني بعد ما خلص المعسكر قبلوني في مكنس مطار حنين. وجابين لي فلوس وعقد. اوكي. وانت ماضي في الاهلي. وانا ماضي في الاهلي مش اعمل كده. والاهلي انا عايز استشيرهم برضو اعمل ايه. ضغط كبير بقى. ضغط كبير بقى ومش عايز حاجة تاخد من تركيز انا عايز افضل مشي كويس عشان احافظ على الصورة دي لان انا فهم انا راح فين وعايز ايه انا اتبتع بكل ده عشان هدفي. فحصل بقى الموقف الكوميدي اللي اتاني. مش مصدق نفسي. عادت مع والدي وجبت اخويتي. كان بنات صغيرين كده. عندي بنتين مع عنديش ولاد. اوكي. وكلمتهم طولة امم اقول لكم خبر حلوة قوي. بس عشان خطري. مش عايز حد يعرف خالص خالص. الغير لما الاهل يعلن. اهلي ايه? انا حقول لكم. لما الاهل يعلن اه نبتدي نكة عايزيت تقوله. اقول له خلاص. انا الحمد لله في المنتخب عدت كزا كزا لما سفرت. مضيت في النادي الاهلي. اه والدتي بقى اه. انا لسه بقول دلوقتي. الزغرة اه. اه. فهمتنا لو لسه بقول ايه. قالت ما عليش الفرح اقول لما عليش انا اسف. المهم والله زي ما بقول لك كده. فقلت له والد. قال لي عملت ايه? قلت له مضيت كزا كزا كزا. وخلاص انا ده الحم ما اتفتش على فلوس. قال لحاجة انا مضيت على بيار. وخلاص. وخلاص وانا ان شاء الله كابتن ثابت وعدني اللي هو ايه? من السنة الجانة في النادي الاهلي. وزي ما لجي يكلموني بس خلاص مش هينفع عمل كده حتى روح تقعد. مرضيت شامدي وكابتن بورجيلا شاولي من وره ومانت مضيت فلالي عملت له كده قال لي. راجل والله. سآلني من وره الناس اللي قاعدة قال لي انت عملت له كده بدماغي راح جاي مصممين ام دي فعمل لي كده هو ما تمديش. انت لما مستقبل. حاجة الانسانية وانا. احنا خارجين قال لي اه انا قلت لك الصح يعني. صح. دي الامانة اللي لازم انا تلسه صغير فلازم اخاف عليك ما تغلطش الغلطة دي. ده محترم وكده. مم بحكي بقى الوالدي ووالدتي وفرحاني جدا ومبروك ومش احضانه بتاع الجرز الباب. خالتي جدا. مبروك مش هدير على الاهلي ووالدي خرج. لقيت الشارع كله واقف مبروك. فرحانين بقى. ويقصع ببسي في الشاء وكسم بالله. انا قلت له انا قلت له ما تقول دي اعمل ااكد بقى لي ساعتين. انتشر الخبر هم بقى مفيش بقى كل اللي بيمشي مبروك ده ده حتى اللي بقى العمحمة ده عمري ما انسى والله كنت تذكر بيحبني جدا انا بحب كان بدينا حاجة بابلاش كتير. فقال لي انا اه ده في خبر بعد بقى مرة واحدة. قال لي في خبر نازل في الاقرامة المسائي لدها اه بستمئة وخمسين الف. انتخذتهم كلهم مرة واحدة. ولا هم دول دفعهم للنادي. قلت له انا احمد تشغل دماغك بحاجات غريبة. زي كده انا مش بس فقال. فذكرات جميلة يعني. اشتروك مكرو. اشتروك مكان بقى? ستمائة وخمسين دول اللي حاجة احمد. خمسمائة الف. تقريب كان عادي. حاجة احمد معلومة دول. انا كان عادي كان عادي اصلا كنت بقى خمسة الاف جنيه. في الايه? كرو? كنت لسه صغير. في كروم. طب وفي الاهلي اول عقد. اربعين الف. خمس سنين السنة باربعين الف. السنة باربعين. كنت بلعب المطشات كلها. اه. بس مش من دي وان بتلعب مطشات كلها? يعني برضو في الاول مقدش بتلعب. اول مطشي اللي? لا. اول مطشي اللي مع النادي اللي جبت جنب في شوتينج ستارز. انت اول مطشي انت روحت للعبت على طول. وانت للعبت على عشرين سنة. لعبت على انت وانت عشرين. اه. بس كان مين مدفعين الاهلي في الوقت اذكرت? محمد يوشف كان راح في ركيا متخيق لي? كان ماشي اه. اه اوكي. ولعبت قناص دي جنب مين يعني الفكر? هادي خشبة. اوكي. اوكي. معقولة لعبت من الاول? اه. على طول? اوكي. حبيبي ما انا بص اولك. اعشان كده بقى كابتن الاهلي وانت لعبت من زمن اول. لعبت لعبت اول مطشي ليه كان شوت انجستارزي في نايجيريا. جبت الجون. فابتدى الناس بيفرق معاك كلام ده. طبعا. فابتدى صفقة نكحة مش عارف ايه عن شوفها. التاني مطش جبت الجون برضو اعتقد كان في بطولة عربية. جبت الجون. ام. بعد كده لعبت كان مطشي في الدوري. ماشي في الاستاد. انا بقى يعني لا اؤمن بالحسد او يا ما اؤمن لكل حاجة ربنا كتيبها بتحسن. يعني انا هو مذكور في القرآن. اتشحنت على دكتور احمد عبدالعزيز. عملت اضرب. بس كنت بصمت برضو يعني كنت ايه قدمت نفسك. بالزبط. فالكابتن سيبت كان قاسي عشان ترجع يعني مسلا غبت جدا. اه تعليقت غلط في مصر في روضني الماني. رجعت من بعدها ما عادتش ماتشة خلص. حياتك بقى. كل بطولة خصوصا في الخمس سنين الاخيرة كنت بلعبها كتر واحد. في الخمس سنين الاخيرة. يعني بلعب بطولة افريقيا باخد اربعتاشر اربعتاشر بطولة افريقيا اربعتاشر ماتش. كنت بلعبها اربعتاشر من اربعتاشر. الكاس كان تمام ماتشة. بلعبت اللي جوه من النادي لان. مش اللي عاد بسلا اللي لعبتشين اقول لك اخدت بطولة افريقيا يا لأ. اه 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 عفو اللي بتحصلوا كتير مسلا ايه واحد عشان ايه يسبق حد في بطولتين ولا بتاعه يجيو له ايه انا واخت ستة افريقيا فانا ببص في التاريخ مسلا تلاقي ايه. هو عيتس في بطولة منهم بس عفعله والحمكم والله فاتكتبت له بس. لكن اه اه حبيت النادي الاهلي لحاجات كتير جدا بقى لما دخلت. انا كنت محسوس جدا كان وقتها اول ما جدت النادي الاهلي كانت كابتن صلاح سليم هو رئيس النادي. ايبا. وكان اه كابتن براهيم حسن هو كابتن الفرقة. مم. وكان معاي بقى مجموعة علي ماهر وليد صلاح الدين مش رحانة فيه شام حانفي مجموعة كبيرة سنت شكري يعني. مم. مش عايز بقى انسح لا لا يعني. مجموعة محترمة جدا من اللعيبة. ويصير ريان. مم. بعد كده بقى جي بقى محمد امارة ويصير ردوان بعد كده بقى ويصير بقى. وخلي بيبه. طبعا كما عكبت شارك الحفيز. بالزبط. بالزبط. مم. فالحمد الله رب العالمين. اه لا اتعلمت بقى حاجات بقى. يعني ايه تنزل من بيتك تكسب. اه يعني ايه كلمتك تبقى واحدة. يعني ايه عشخصيتك قوية. يعني ايه اللي انت صار. يعني ايه هي. انت تلعب في الاهلي يعني بتولها. يعني تساعد جماهير. يعني ايه جمهور عظيم. مم. بيقف في دهرك ويسندك وتعمل رصيد معاه فيحبك ويخلص لك. وويسافر وراك. وانا شفت حاجات كتير جدا. اه في مشواري مع النادي الاهلي. اه لا ما قدرش انساها بسهولة يعني. اوكي. طيب. يعني تستحملني. اقولي الحاجة زيما هي جوايا ما زوقهاش. اه تفضل. اه. ساعات كده ايه احس مسلا في فطرة كده. الناس كان عندها انطباع ان مسلا ايه. اه شادي محمد بيلعب لما يبقى في حد مش موجود. يعني فهم اصلي اللي هو مسلا ايه. انا فاكر مسلا ثلاثية كانت بتاعة كابتن عماد الناحاس والكابتن نواق الجمع وكابتن عماد السيد. مسلا يعني. اه. فكان ايه. ما لعبوش التلاتة مع بعض اصلا. بس كان يعني كأن لازم واحد فيهم بقى عنده ظروف عشان انت تلعب ولا كنت انت للقابل يعني الناس دي كان بتقعد ولا. فهي مصلي اصلا كان دي فكرة مكونة عند ناس كده. ان كأن الحاجة محمد لايه باساسي طول الوقت بالظروف. بالصوص. بصق طالما انت بتاع تتفرج من بعيد. انا كالشادي. بقى تفرج من بعيد. اه. وناس بتاخد من حقك. وتاخد من تعبك وشقاك يبقى لازم تتكلم. ده رأيي انا بقولوك. اه. يعني ايه? لأ انا كنت بتحطوك تحط الاسماء كلها وراي. موجودين مش موجودين? اه. لا اي جيل لعبت معا. شادي بيتحط مع كل المدربيين الاجاني. مع كل المدربيين الاجاني. اول هم لك بالاسم. تسوبل. واحد طالبني بالاسم. وهو اللي مصمم ما يكون موجود. لعبت معاه طول الوقت. بون فرير طول الوقت. منويل جوزي. طول الوقت. اه. منويل جوزي كان في الاساس لعبت معا. مسلا وركبت عشان مسلا كان فيه حدش موجود فانت عدت وركبت. ولا من الاول هو. اسألك سؤال مانويل جوزي وحيختلف على الاتنين في شخصية. لا لا. هو جزمي. مش فيه لعب راجل. شايفوا راجل تمرينه. مخلص لتشيرتنا دي. اه بيخاف على ناديه. بيخاف على سمعتنا دي. اه بيشتغل. اه تمرين يعني تمرين جدا بتحكش في تمرين. اه فما حتى. لأ العمر السلاسي اللي انت قلت عليهم. لأ ازا بقول مسلا والله. سمايلي وبحبه. طبعا انا فاهم انا. ما حصلش. ما حصلش. يعني مسلا يجي يقول لك. اه جيل مش عارف. اه يقول لك اسماء تلاتة اربعة. والباقي انا مش فاهم. والباقي كنزات يعني. مم. لا فيه لعيبة رجالة. فيه لعيبة لا. فيه لعيبة اخلصة. فيه لعبة ضحة. فيه لعبة لعبة وها مصابة. عشان ترفع اسم ناديها. دول يستحقوا. اه اه اه. اعلى الكلام عليهم. ويستحقوا الاحترام. بيحترموا جمهورهم. كان بيلعب عشان يسعد الجماير. كان كلام كده فانا متذكر كل حاجة. ما فيش حاجة راحية من دماغ. لكن في الامور الشخصية مش عايز الناس تقول مغرور. لا مش مغرور. لان ده لان ده تعبك شقاك. اه بتتعب عشان ده الحصاد الحقيقي. البطولات اللي انت حققتها ما انا جيت قلت لك ايه. هتسأل اي حد ما فيش حد تلاقي لعب الاربعتاشر ماتش من الاربعتاشر ماتش. اوليل. صح. لأ لعب كنت بقى لعب اربعتاشر ماتش من الاربعتاشر ماتش في افريقيا. اه اه الدوري. الدوري كان اتنين واربعين ماتش مسلا. كنت بقى لعب اربعين من اتنين واربعين وغبت مسلا اه كارتة اه 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 كارتين صوفة. بالزبط. اه. 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 مسلا مساك شمال لبرو. بالزبط. لبرو برضي. بص اقول لك احيانا انا اتظلمت في حاجة. ايوة. اتظلمت مسلا تتحط بك راية فتقيم اللي انت بك راية انا مالي ومال بك راية. انا فتبتدي تتحط في حتة عشان فيه اللعيب مش موجود او اللعيب مصاب فالمدرب انت دورك تقول برضو الاحتراف تخليك حاضر. صح. فاكون موجود في التشكيلة لان انا حد الحمد لله رب العالمين عمري حتى لو قعدت بروح لللعب ما كان اول حاجة اروح ايشتحي لك ربنا هيكرمك فهي ربناك بمشيها معي كده عشان فيه لعيب بيبقى نفسية وحشة والغل بيبقى نفعني. وفيه لعيب عشان المجموعة هي الاهم. النادي هو الاهم. فالحمد لله انا كنت كده. مش شخصات اللي هو النادي اهم. اللي بيلعب. ما لو انا اقعدت في مكاني اهم. مش ملك يعني. ولكن. لا مش ملك بس بازعل. بازعل. لو اقعدت برضه. ما اقول لك اللي لا ما اقعدتش. ما دي اللوي يعني. ما ايوة بس انا مش. لا فيه مصلحة العامة اهمة من نفسك. ده ده. انا مش انبيه يعني. مش انبيه بس بتزعل جواك انا معاك وتبقى. اه فيه غير. طب انا يعني عندي سؤال انا قاعد احتياطي مفوضة ان انا حب ان اللي جوا يعني يبقى جامد قوي فانا بقى خلاص شكرا كده يعني. اه طبعا. اه طبعا. ده كلام ده كلام مساليات. لا مش مساليات. قول ليه ليه. ليه? قول ليه. انت بتتمنى الواحد مبقاش كواسش بلعب مكانك. يعني. مش قصد كده. حاجة لا اقراضية. يا رب يغلط. ما هو بريحك. اه. يا رب ايه نكسب اربعة بالسجون. يخنق واحدة المدرب يقلب عليه صح كده? مسلا مسلا. طب مش دمانك لما تلعب يجي لك صليبي. فتقعد سنة مش بتلع. وحنا وقتها مش بقى بفكر في كده بقى. حبيبي ما هو دان تدان. اللي هتتمنيه لغيرك هيحصل لك والله. يصلي ده دين. اللي مؤمن بربنا ممكن التوفيق يجي لك تبقى عامل كل حاجة كويس. فتلاقيه. لحبة كده. مصر كلها تتكلم عليه. ايه. يعني اقول لك الحاجة انا 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 كتعلقتي. في ناس ما عملوش ربع اللي انا عملته اخدوا سيد كبير جدا. حصل. والله العزيز. والله العزيز. عارف ليه? عشان كنت بركز في الملعب. بخاف على تشيرت الاهلي. على فكرة انا مش بلعب بقى كرة ولا اشغال في قناة ولا انا بكلم من قلب. انا عارف شخصيتي. كنت بقى بحب النادي الاهلي ده يعني مسلا كنت بقى ععد في النادي كتير. مش بروح على طول. كنت بقى اسمع بقى كابت اللي قبلية الكبار. اه كانوا بيجوا كنت باشوفهم بيجوا ويقعدوا والاهلي ده حياتهم وفي الجنينة يخلصوا يروح يقعدوا في النادي وياكلوا في النادي. انا كنت باعمل كده. كنت شباق من كتر حبي في النادي الاهلي. حلمت الحلم عشان اروح نص ساعة وامشي. اه. تعبت وانا صغير. انا هتمتع بقى بالنادي الاهلي ده قوي بقى. اه. 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 تفاصيله اه اعود مع اعضاء اه اه جمهور كنت روح اعود معهم في في مطرية وامبابة وسيدة زينب و ونفتر مع بعض ونتغدى انا من اللعبة اللي عملت كده. على فكرة. اه. وكنت بقى بقى اسعد واحد في الدنيا. واعزمهم واعزموني. فتدخلت بقى شوية مع جماهير واعضاء دي حقيقة. طب ليه ليه في ناس اه عملت ربعة اللي انت عملت وتساعة اكتر. ايه? ليه في ناس عملت ربعة اللي انت عملت. حلقات بقى في ناس حلقاتها بالاعلام بالصفحة دي بالا 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 بالموقع ده. اه يعمل اي حاجة بقى اش موجود يقول لك كسر الدنيا هو مش موجود اصلا. عارف احنا مشكلتنا عندنا زهايمر فيه. يعني مسلا في برنامج واحد اشتغال بقى له اسبوع مسلا. فيطلع هيقول لك ايه? تلاقي في حفلة الجواز بتاعة الموقع اللي جامد قوي ده. يدو له احسن برنامج. ايش. يا باش ده لسه بقى له اسبوع. انتو بتخطبوا اه احنا المخ ده ميت. واحد. ما ده بيحصل. هم عايزين يصياتوا الجايزة. فيه لا الجايزة لا. اناقصو دي. خلاص فيه ولاء الشخص او شخصين او بيبقى عندك. فيه ناس كده. بتحب فلان فلان. واحد ما عندوش البالكة دي ما بيعرفش. بيتخنق من لنا. بتكت معايا يعني مش مش ما كنتش يعني زكي او اكتماعيا. كنت الاول كده. كنت الاول كده. لما لقيت كل حاجة بقى الوحش البسو. والحلو انا مش موجود. ايوة. فخلاص بقى لازم ما انا فيها ما انا شايف. فالوضع ما يناسبنيش انا اللي حطيني في الوضع ده. فلازم اتغيرت متأخر. بعد ما بطلت. لا لا لا. في الاخر. في الاخر شوية. اللي ابتديتها عرفت عامل كويس. عشان كده فعلا الكلام اتغير خالص. يعني اتغير مية وتمانين درجة. انا دايما مثلا ايه. يعني اقول مثلا زي ما انت قلت كده. في ناس اقولك الجيل التاريخي فلان وفلان وفلان. مش انا ما بسمعش. انا ما بقبلش الكلام ده. انا ما بحسش انهم بيحطوك في ده مع ان انت كابتل التاريخي. انا حفهمك. صح ولا غلط? بالزبط. بص اقول لك الحاجة. انت لو سألتني بتتدايق ليه? عارف ليه? عشان لما بطلع. لو انا مش حافز الاسماء كلها واقولها. لان في الاول في الاخر انا تعبت عشان اسمي. عشان اسرتي. عشان مجتمعي. عايز ابني يشوف والده في المكان دي. طبعا. يشوف اسمه بيتقال كل شوية. اما توقت تقول لي تلاتة اربعة. طب ما يروحوا الى عابل واحده مورونا هيجيبه ايه? ايا كان اسميهم ايه بالمناسبة. ايوه. ايوه. لو واحد لعب لوحده وهو لكن ربنا بيوزع النجومية. بيدي ده الحتة دي اكتر ودي اكتر. لازم تبقى انت مرتضي ده. في ناس اعلى منك وانت اعلى من ناس. في النجوم. فتقولي الحمد لله. ولكن في الاول وفي الاخر لما نجد نتكلم بشكل عام احنا زمال كلنا. والله مش حافز ما تجيبش سيرة حد. لان زي ما انت مش حافز. ما تعافش تقول لي اسمي ولا شايفك اصلا. ليه? لان احنا في ناس ما كانوش كنزات. في ناس ضحت. وناس تعبت. فيه جندي مجهول يعني. فيش حاجة جندي مجهول ده في المنشية وهنا في عند مدينة ناصر. جندي مجهول. فيش حاجة اسمها جندي منصر. لا اللي بيلعب في الاهلي جندي معلوم وجندي ليه بطولات. لا معلوم بس انت بطريقتك اللي تخليه معلوم. فاهم حاجة? بس انت عارف اصلي ايه? يعني دايما مسلا الكرة بتدي النجومية للجوان. مسلا. واحد صدر بالجزاء كسبت بيها. واحد جاب جن في اخر دقيقة. فاهم قصدي? ده قصدي كل اللي عيبة جندي معلوم لان على التلفزيون ونجومية وشهر. بس. اقول لك اللي حاجة. بس الكريدت بتاع البطولة. اقول لك اللي حاجة. انت ممكن تبقى اكتر واحد شئيته وتعبت في البطولة. بس اللي جابه الجن يعني اللي كسب. فاهم قصدي? ماشي اوكي حق. اه اه وانا وانا قلت لك ايه ربنا موزع الارزاء. اه اه مش معترض على ده. بس مجيش تكلمني. اللي انا مسلا رجل اللي اخدت الكابتانة دي مسلا اه عشان عندي اربع رجول. مسلا اخدت الكابتانة عشان رجل قديم. ايوا. عدد السنين اللي انا قاعدتها. انا جاي لك في موضوع. فيه 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 في النادي الاهلي باللأ ده مية والكلام ده كله. فيه فيه. بس عايز اقول حاجة بس في النقطة دي. اه. فلما ااخد تسعة وعشرين بطولة. ولا ااخد رفع تسعتاشر بطولة. ايوا. ولا لعب خمسمية وحاجة مباراة وتيجي تقلاقي على النت مكتوب لك متين تمانية وسي. يا السلام. يا السلام. هو عشان تقلل مني الدعم انت ايه? احنا نهزر. يعني ده قلب بيه احد عدد حداشر سنة في السنة فيها اتنين وخمسين ماتش. اول سنة تصابت فيها تلات اربع شهور. طب والباقي كله ما قعدتش ولا مباراة. قلب بيه احسبها كده على ايدك. حداشر سنة في السنة فيها خمسة وخمسين مباراة. لابت تربعين منهم يعني. يعني ربع ومية وحاجة. اه لاي بقى مكتوب لك ايه? اتنين وعشرين بطولة باشي انا ااخد تمن بطولات مع النادي الاهلي افريقية. ربع بطولات النادي الاهلي. رفع 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 مسلا ستة والله سبعة فيه. ما بيجلمك بصراحة. فانت الواحد بيزعل ليه? انا انا رصيدي ودي كلمة منول اللي علمها لي. رصيدي بطولاتي. مش تزف الفلوس. تزف دور الحساب الحقيقي لما بروح اي مكان كابتن التاريخي النادي الاهلي. ايه ده? ده ااخد تمانية افريقية. ده اخل تلت عالم. ده دوري مش عارفين نعده من كتر ما ااخده. ايه. ده سوبر ده مش عارف ايه. في حاجة افتخر بيه اللي انا خلصت المشوار. وانت في حتة دي. وانا ما انا بقول لك وانت حاجات كتير كويسة حاجات كتير وارقام خيالية. وبطولات صعبة جدا. منها الصفاقس وقطن الكاميروني في جروة. والجيش الملك اللي هو نقطة التحول في حياتي حتى مع الجماهير. يعني انا اذكر علاق صادق ده. عمل موقف كان هو عمري من ساعة اول مرة. عالفكرة حكيته كده بس هقوله معاك. حلو. انا تصابت في السنة الاولى زي ما قلت لك. مش هقول لك بقى عيني والكلام ده وعملته غضروف. وحصل مشكلة في اصابتي وبتاع. قلنا انا كان لازم مصفروني الماني. فما بلعبش. مم. كم شهر ده? فتلعب كان بيقدم برنامج في احداثة اربعة وعشرين ساعة. اه ايوة فاكر اه. فخرة الرياضة في احداثة اربعة وعشرين ساعة الساعة واحدة بالليل. على مسا قنيتي. اه شادي محمد خارج النادي الاهلي. كده بزاقل كده. والدي بيتفرج انا ما شفتش. عشان ابيين لك بس ادي ايه. اه. اللي في ناس تقول كلام ومفكر ان لا احنا زاكرت السمك. انا احكي لك موقف واقسم بالله ازا حصل. فتلع قال كده في احداثة اربعة وعشرين ساعة. والدي كلمني رغم اللي هو ما كانش انت ما قلو الكرة كبير او كان اهلاوي بس انت ما قلو الكرة ما ما كانش بيتها عند شغلهم. ومسهول يعني. اه بزاق. مش ساحل نفسه في الموضوع. فكلمني. حبيب انت فين? طلو في البيت. قال لي سمحت الراجل ده اللي بيتكلم. طلو الراجل مين? قال لي كزا كزا. قلت له اه في ايه? قال لي ده بيقول اللي انت على اولويات انت هتمشي السادي. خارج النادي الاهلي. خارج النادي الاهلي ومش هتكمل في نديل. فقولت له بابا عايز اقول لك على حاجة. وعايت. ماشي? وانا بوي اغالي عندي. قوي. فاهم? فقولت له بابا واحد اللي الحياة بتاستمر. احنا الحلم عملناه اللي احنا اللي انا عشت عليه اللي انا بقى موجود. بس انا اقسم لك ما حامش اخر السنة. القرار في ايدي انا مش في ايدي حد. وفتكر كلامي. سيبك من الكلام ده وانا حزبتلك. اقسم بالله عبد الرحمن. الفرقة بتتمرن تمرينة انا كنت مرن تلاتة. وقعدت. والحمد لله حضرني. وانا بجيبت اه يعني وانا في اليابان والكلام ده كله. فدايما كنت فكرت له فاكر. عارف بابا انا وصلت لده ليه? عشان انت اللي علمتني. يعني ايه تبقى راجل في الشغل. ويعني ايه تاخد تتحمل مسئولية على كتافك ويعني ايه فالساعات اللي انت كنت بتشاهد. شوف اول حوار كنت بقولك ايه? لو هو ما كانتش بخليني كده كنت هستسلم. ده ان انا لسه رايح جديد. لسه عصفورة زي ما بيقول. طري. ولسه لما روحت الاهلي مشكلتي اللي حصل احلاله تجديد. ماشي بقى. فاول سنة ماشي كل النجوم دي. فبقيت انت. فيش حد يشيلك يعني. انت. انت مفروض رايح عايز الناس انا مفروض بقى رايح بقى وحسن حسن وبرقيم حسن. ايه ده راحوا فيني جمع. بعد السنة ماشي ناس كتير جدا. فانت لسه بتتعلم من الجيل المحترمة دي. فلسه جاي بدل ما انا انا بشيد بنفسك. مش هتشيد نفسك هتراوك. شكرا. فتحديت وطلعت في الاول وفي الاخر. لا لعبت. وكملت. وعدت بعدها عشر سنين. عدد المباراة اللي انا اعتدت عدى لصابع اليد. ليه? هيجاملني بقى? ولا زي ما بيتقالك بقى الحكم ده اهليه وبتاعنا بقى المدرب ده انا ابنه ويعرفني من ايه. اجانب كله. هو ليه تمرين وليه رجلتك في الملعب. آآ آآ ليه ادائك ومخلاصك في اللي في التمرين. فيه بقى قصة يعني انا برضو ما عرفش بس ده انت باعتي انا بقولك انت باعتي عشان يعني انا في الوقتي ده طبعا كنت كمان الجيل ده كنت بالزات من قريب. انت بحس قصة الشارة والكابتن التاريخي للاهل دي يعني فيه ناس ببوردو بحس كتيرة على شهادي فهم يعني مش عقباهم مش عارف. آآ. فهم مصدي? آآ بص خلينا اكون قميم معك. مش شأني. يعني انا عارف اللي فيه ناس تفكرة كده. من نظرته. عبد الرحمن انا الحمد لله رب العالمين. بقى ربنا كل بن ادم عنده صفات عنده عيوب وعنده مميزات. كل بن ادم فينا كده. انا مميزاتي ما بحتاجش اتكلم كتير من عيون الناس انا بقى ربع بعرف اللي بداخلهم. آآ. بس ما ببينش ابدا. آآ في البعض كان صدره مش حلو. انا بقى اول مرة اقول الكلام. صدره آآ مش مش قابلها اللي هي طبقا. غيران يعني. مش هقولها كده حجد. انا انا وضع. اه اه انا بقول لك هو مستقطع هو آآ نفسه فيها هو. آآ. في ناس معينة كده انا كنت بشوف في عيونهم كده. وبشوف آآ من حاجات معينة كنت اجي اقولها آآ في صدرهم ما كانش حال. بس عادي. ما بقفش عندي ده. لان آآ ليه الشرف كان مجلة الاهلي كان لها آآ تقول لها. مم. بجد. فما تكتب بعد بعد اول سنة. انا قوم اخدت الشارع اخدنا الخمس بطولات بتاعت السنة. فقال لك وش السعد. مقوية الاهلي. في كتاي بنزل. فاسمك وسط اساطير الاهلي. كابتن صالح. كابتن لكابتن محمود الخطيب. آآ آآ وليد سلاح الدين. مش عارف مين مين كل كابتن قدام كلهم انا في اخر اسمي في الكتاب. وكابتن التاريخي. للنادي الاهلي او مديني حقي في الكتاب المقوية. آآ آآ هات الكتاب ويشوف. فانت اتحطت في حدة. حلوة قوي. اقعد ابص بقى مين حاقد. مش شايفك بقى. لسه هنقع عطل دماغي. خلاص الادارة شايفة ده. وجمهور شايف ده. وكمتك اه اه اتحطت في مكانتها. مم. اللي انت في مقوية النادي الاهلي كنت كابتن ده فده شرف عشان هنا. انا بقول دايما سالجة. بنا للناس كلها الخير. فربنا فاتح. ولا حلمت كابتنت الاهلي جدت. بقول لك اول سنة الخمس بطولات. تاني سنة اربعة. بتربطوا على السنة. راحت بطولة. ما كده رجعنا تاني اربعة بطولة. اخدنا الدوري من الدور الاول اصلا. ايو. انت فيه? ففي ناس ما تحسبش رسي يقول لك ايه? بيحسب دوري. طب حبيبي انا ما كنتش موجود وغديني اجازة. يسلموا الجايز انا مش موجود. من اللي كان كابتن تقول كل ده? مش فاهمة. ليه بتديها لحد تاني? مثلا او انت بتكتب. اه. يعني مش عايزين. عشان يقلل من عدد البطولة. اه. اه. حاجة غريبة جدا. اه. هو عادتك تشيلها بنفسك يعني. اه. ما انت مش موجودة حبيبي. اه. اه. لو بنتكلم على البطولات اللي في عهد وانت كابتن بالزرط. اه. ايا كان من شالها يا مش دي قصر. وبس انا انا مش فارق معايا ده. ده كان موجود. اه. اه كان موجود. لكن مقدرش انا ادخل في كل الناس نواهم ازاي بعض. بس في ناس. وجعها الموضوع. اه متضايقة. وبداية جدا كلمة الكابتن التاريخية. بس عادي ما بقفش عند ده لان الكبير اه مايتكلمش في الحاجات الصغيرة. فده بالنسبالي تاريخ وتسطر والكتب اه الراغي مش هيفيد ولا حوجع قلبي. اه انا راجل شخصيتي من اي حد اعرف اجيب حقي من جوة بطن الاسد. لما انا قرر. ممكن الناس بتعمل معايا على شادي مسلا بتاع زمان الواحد مر بظروف معينة علمته حاجات كتير جدا. يعني انا دلوقتي اكلمك بمنتالة امانة. اه. وجاي فتح قلبي ليك. اه. انا ما بديش اي حد اي ثقة. خالص. اي حد اخره معايا تلاتين في المية. بس. ومتوقع بعشان لما يحصل حاجة. ما تتصدرش. ببتحك. يعني هو يفكر لو هو نصح ولا دي نصحة ولا اي حد لا انا انا ما انا بتحك. اتعلمت ده. اتعلمت القريب والدتك. بس. بس. اخواتك لحمك ودمك. فهم? اهلك اللي انت تربيته. هم دول هيتمنون لك. هم دول في مشكلة ما تمسك تليفونك وعندك ما احنا هتوقع تدور. طب مين? طب مين? مش هتلاقي حد غير والدتك. ووالدك. صدق. عن تجربة. وعن خبرة السنين الاخيرة دي. وقبل كل دول. انا برضو في اهداف من الحوار ده انا مش جاي اتكلم في كرة بس. والكلام ده. فيه هدف بالنسبالي. خلي بالك. انا عيشته. انا كنت بعد عبدالرحمن. والله العزيم موجد. غلطت غالطة بسيطة بلكده ببرنامج. وصححتها بعد سنتين. سيبوا كل الحلقة. الكلام الجميل. وقال لك هو ده. شادي يا ده. انت دم خفيف. طب ما انا ممكن اكتريق عليكم كلكم. لانه في الاو في الاخر في ناس عايشة على كلام النجوم. من غير النجوم ما تطلع. اه انتو هرايين بس ما تفهموش في اي حاجة في اي حاجة. اللي لعب وشئي وتعب. بيتشرت الاهل العظيم. يفهم في تفاصيل كتير. انت ما تفهماش. يفهم يعني انت تتحمل مسئولية الملايين من الاهلوية. بتلعب عشان تروح الناس دي سعيدة بقى اقل الفلوس وبتقول الحمد لله. فانت هتعلمنا الاخر الزمن اقولي. بس انا مش عايز اخرج عن موضوع اقولك نقطة بغاية الاهمية. لاي حد في محنة او غير محنة. اقسم بالله انا اتكلمت على الاهل بس قبلهم ربنا سبحانه وتعالى. افتح باب معاه. ان كنت واعد اكلم ربنا. انت قلت استعين بيا. واعد اشتكيل واعد اتكلم معاه ما فيش ما فيش الزفة تكدبة اللي حواليك. تبقى في النجومية يتلموا حواليك. تجيب عربية كويسة يتلموا حواليك. مشان يركبها. مشان ما يبقاش معك حاجة. بيجروا زي النامل. اه اه الصحاب اللي ايدك في ايديهم بجد. الحقيين. بتلاقيه. بتصفصف تلاقيه ايه. بعد ما هم كده. بتلاقيه هم قد كده. وبرضو في وقت المحنة في منهم بيختفي. ف لكن ربنا موجوده للوقت هو تستعين بيه هو اللي بفتح لك باب الرزق. متعور قوي? اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه وجامد مش قوي. ليه بقى? اه في تبقى رسم رسمة لمستقبلك. انا حد مش عشوية وحد بيحب الشغل جدا. وبيحب يخطط لحياته. بالزبط. وما فشلتش. لا طبعا. وكل حاجة باخدها تحدي. فيه مدربين جت. ده مش حيلعب. حصل عشان كده انا بقولك. صح صح? ده مش حيلعب. واول ماتش في الدوري. وحياتك عندي. وحياتك عندي. بيبتدي الدوري اول واحد وبعد كده الفرقة. واجانب. ليه? تصدر معايا صح? انا هحكي لك موقف صغير ما اللي بيقولك ما نول ده ابنه. ومشي. ده حاجة تشرفني. مشي? مرة كنت بلعب بشكل عامل فطرة اعداد جامدة جدا. فهو كان زاكي جدا عشان يطلع اللي اقوى حاجة فيك يروح مقعدك. يحطك في تشكيلة. يستفزك شوية. اه. فقال في القوضة فرقتين هنعمل تقسيمة مش عارف ايه. بس ملمح للتشكيلة اللي دي اللي هتعمل. اه. عارف دخلت عملت ايه? لبست ستة جزمة في في التيتش. اه ستة ستارز. وشنكار من بدري من قبل ما نسخ دايما نكسيبه الشنكار نعمل وبعد كده ايه? نلبس الشراب والشنكار. الاسف الشنكار وين? روح تلبس التسارز هو خارج من مع المدربين سامعني تاك تاك تاك. اه سامع صوت الجسم. راح جاي قال لي ايه? قال لي المسيج بتاعك وصال لي. مر. حسيت بس اللي هو ممكن اه. دخلت انا حق انت هتقول لي ما تلبس الجسمة دي. لا هلبس. دي بتاعة مطر. وبتاعة بس دي مع بديك ريزالة اللي انا متنسل مش ههز. مش هيروح مكاني بسهولة. وكله المصلحة الفرقه مليش دعو بحد. صح صح. لان انا حافظ على مكاني اللي ابقى موجود. هو منافسة على المكان دي في الصالح اصلا يعني. طبعا وبعدين ده النادي الاهلي. انت لازم تحب زميلك. ولازم تتمناله الخير. ولازم تحب الفرقه. ولازم تحترم المدرب ولازم تحترم المساعدين. بتعرف تكلم الجمهور قوي برضو. ليه? يعني عارف انت حط النادي الاهلي. نادي الاهلي. شيرت الاهل. مصطلحات. ما انا حقول لك على حاجة. انا 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 هكلمانك بصراحة. ماشي. واكيد بحد يبقعد يقولك ايه. شادي برضو مش سهل. شادي برضو ايه. عنده الجمل الجميلة. اه انا مدير التعقدات. اه انا مدير الكرة. انا باتكلم باخلاص. لا يعني. انا شخصتي متغيرة. واللي مش فاهم كده. من اللي قدامي يعرفوني هيصطدم بي. انا ولا عايز بكلمك بجد. ولا عايز اتملك حد. ولا عايز حاجة من حد. انا عايز ربنا يبقى راضي عني ومشي في طريقي. ربي ولادي في امان. ولا عايز حد يصطدم بها في اي حاجة خالص. ليه? لان ما شفتش في حد الخير. لان انت مرهق. اه بقى فيه هدك فما شفتش في حد الخير. الزفة كدبة دي مش بتاعتي دلوقتي راجل عملي. في شغل في مسئولية في التزام. في مسئولية اولاد. اه مش هعود انا بقى هدك. ده بقى حاق ده انا الكابتن التاريخي وده مش عافدة لعب متين ماتشو لعبت اكتر من اللعب. العيال اللي احنا هنهض نهزر. انا لسه عاعد انا احنا ده روح نعمله في مدرسة الكورا. عيب. بس مش هعمل ده. بس كمان انت متعبت وشقيت. عشان تصنع تاريخ كبير. لأ. لازم اخد حقي. عشان كده دايما بقول. نجحنا الجيل ككل. اه نجحنا. نجح باهر. فالجماهير عارفة اساسا من غير ما نخطبهم. جماهير. مين يقول? حد ينسى ماتش الصفاكس. حد ينسى جروة. حد ينسى اللونجبول بتاعتك. حد ينسى الانقاص بتاع الجيش الملكي. اللي البطولة قد هتروح وكرات شالت مع اخدت من 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 اكتر من من اه كنت باجري زال عداء. الماتش ده كان نقطة التحول بالنسبة لي مع جماهير الاهلي. وعشان اكون امين وودي على اقصادة برضو الماتش ده. لو لا هو الف التلفزيون فدايما عايز اقوله للناس. المزيع بيقصد. على عقول الناس. يعني ما كنتب انت وحش في الماتش. المعالج. والمعالج يقول لك ده ده الامان بصوا ده. فالناس تقابلك. انت الامان. بيكرر. والله العظيم سداء. والله العظيم. وانا صادق مع فالماتش ده جيش الملكي. راح انفراد. اخد عداء من حسام الحاضري. حطها في المار موجوم فاضي في الديقى ستة واربعان في الشوت التاني. كنا نخسر البطولة. ربنا الهمني اللي انا اجري قلت يمكن. خلاص راح انفراد من بعيد. جريت زي العداء فطلعت القرى فطلع على صادق قال لك ايه? وهو في الماتش ده. قال لك اه 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 لو لا يا شادي محمد. الاهلي كانت خسر البطولة دي. فحصل التحول. بقى الجمايرة هتفتلي في التتش. والماتش اللي بعدين الجمايرة هتفتلي. من بعد اما كان انتقاد. ايه وقتولي سأقول لك تقول التحول. اه. يعني. في فترة صعبة. ما هي دي الفترة دي. الاحلال والتجديد. حسيت انت وقتها ان انت كان كان كنت شايل الطين يعني في الوقت ده. اه دي حقيقة. فعلا. اه. حتى الجمهور كان كان. دي حقيقة. اه. وصعب قوي. اللي انت باعي تاخد فالناس تبتدي اه اه. تغييره صعب قوي. تغييره. مميت بربنا بعتها من عنده. والله العظيم. والله زي ما ده الموقف ده تحول بقى تبقى فابتدت بقى ايه. احاول اخلي اخطاء قليلة. تبني بقى على حتة دي خلاص. بالزبط. اه. قلت لا انا وصلت. فرصة. حلوة. والفرصة دي ما بتجيش تاني. والجمهور كلها اه منزلت المطش اللي بعديه. الجمهور بقى تشجيع. اه وبقى امشي والله يا عمر المنكز المنكز عشان الكرة دي. انا فكرها كويس قوي. والفترة اللي هو ما انتقادوك فيها كنت فنان في زب زب شوية. احنا ارجع من اصابة وفرقة مشيت. فرقة معطلب والله. وجلنا مجموعة من اللعيبة اه انا قاسف ما حدش يزعل مني يعني. اه. مش اللي هما يعني. ما مقدرش اقول كده بس مشوا بعدها بس بسانة. جابوا مجموعة كبيرة جدا. صفقات مخيلتش موفقة. نقولها كده. ماشي. طب وانت فابتديت برضو ايه. انت مش مزينجر يعني هتعمل. صبت فانت بتشين الليل عشان المدافعين هي كالعادة نفس الموضوع ده. ثم بقى تعمل صفقتين في صفقتين في تلاتة جابة اجيل العظيم اللي لعبت معاه. مم. وابتدت بقى الرحلة بقى البطولات اكتساح افريقيا جوه وبرا. مم. بس. فانت يعني مرتبط بالجماهير يعني برضو ايه. مم. من زمان بيقولك شادي وجمهور وشادي ومش عارف ايه. وشادي اصلا جمهور صحابه. يعني ايه الجمهور صحابه دي? مش فهل يعني. ايه. ايه. لا مش من الصحابة يعني اولا انا اعتز اللي انا اعرف القادات اللي كان بتمسك المدرق كلها. سواء في التالتة شمال او سواء المجموعة القديمة. ايوة. او من بداية بقى من عم حسين. الله يرحمه. مم. ده حد اخلص لنادي الاهلي بشكل كبير جدا الله يرحمه وما فيش واحد يقدر ينسى. يخدتش بشوفه بيجيب تمرينة. ده حوار. حقيقة بيبات تحت المدرق. عم حسين ناسي يتجاوز من حبه في الاهلي. انا بقولك حاجة ما حدش يعرفها كتير. والله العظيم. وخرج بقى من بعدي. ريع وكريم وعبداني ودريس ومجموعة كبيرة جدا. اه اه اتعملت معهم اللي هم اخواتي يعني. بيحبوا الاهلي بجنون. ضحوا عشان خاطر ان يسفروا ورانا افريقيا. بقولك عارف الاسماء. ايه. انت متخيل مش كل اللعبة تسألة تبقى عارف الاسماء. ممكن برضي بقى زكاء منك برضو عشان يعني تبقى. ولا ليه علاقة خالص يعني. مش هيقلبوا عليك بقى دول كده? ولا لا لا مين لا لكده. بالعكس بيحبوا الاهلي اكتر من اي حد. انا عارف انا بقول ليه كويس. بس بس لازم نفهم اللي قوة النادي الاهلي في جماهير. الاهلي جماهير هو مرعبة. مرعبة. اتذكر موقف. ماتش الكوتن الكاميروني كانوا عايزين يعملوا داخلها. فما عمش فلوس. دفوا اللي اخوة في القاهرة النهائي. اه. اللي عودة كان في الكاميرون. اللي انت جبت في وقال جما. بالزبط. فلافيو اللي لما لف اه. عارف المؤتمر الصحفي المدير الفني اللي فريق كوتن الكاميرون. مم. كان فريق كوي جدا. افاكر. هو الجماهير اللي عملته والتشجيع اللي اول ربع ساعة اتنين سفرة اول الماتش. فقال لك اه انا سيطرت في جزء احساق خصوصا الشيط التاني ولولا جماهير النادي الاهلي كانت مرعبة اللاعبتي. قال كده في المؤتمر لان كان كابتل فرقابي حضر المؤتمر مع المدير الفني. مم. فانا عرف كوين متجماهير النادي الاهلي. وقريدي انت بتلع عشان كيان النادي الاهلي وتسعد الجماهير دي اللي بالملايين. وانت بتلع عشان تساعد نفسك. اه بتصنع تاريخ لنفسك. وتحافظ على كيان نديك. وفي نفس الوقت جماهيرك اللي بالملايين دي عليك اللي انت تحترمها طول الوقت. وتساعدها. لان النادي الاهلي المركز التاني زي الاخير. اه. ايه احلى مطشط في حياتك في الاهلي? مطشط? لا لا يعني اول مطش جيه في بالك. ممكن تقول لي كزا مطش بس. عايز عرف اول واحد. اه مفيش شك مطش الصفاكس. في تونس. المطش كان ليه اهدف كتير. كان قبلها محمد ابوها بتوفى. اه. عايزين نهديله البطولة دي. اه. المطش ده كعملته مطش جامد جدا على المستوى الفني فرقتنا كده حاجة تشرف قوي ورجعنا بالكاس من برا في زلة عدمنا في مصر واحد واحد في الناس كلها عملت تقول ايه ده خلاص صعب. خلاص صعب صعب وسافرنا وكنا واسقين كلنا اللي حنرجع بالكاس. بعدها جبت الكاس من جروة من برا فبقيت انت بتنيم افريقيا متدهر. مش بها اي حد الاهلي وقع معانا الاهلي. شكرا. ودي حقيقة وصلت كده. كان مرعب للمنتخبات كلها شمال افريقيا. انت عملت كسبهم كلهم رايح جاي. انا المتذكر كويس قوي يعني. ثم اه تالت عالم. يعني مطش اللي زعلت عليه قوي اه انترنسيونال. كان لازم مطش ده كنا كويسين جدا. كنا قريبين اللي احنا نلعب المباراة نها ايه? قبل ايه كش اعمل الان ده. بالزبط واخدنا تالت عالم. من البطولات او المركز اللي كان عايزي عليه كان اول مرة يعني نعمل حاجة كده بعد تحدي لان اول بطولة كان فيه اخفاق فالبطولة التانية عادنا تعاهدنا من قبلها واحنا في اليابان حنيجي تاني وحنكسب تاني كان منول بصراحة كان عظيم مدرب عظيم مدرب تتعلم منه في كل حاجة في حياتك. وكان مخلص جدا للنادي الاهلي ومخلص جدا للعابته وبيحمي لعابته. وكان بيتكلم هي الناس دي مش عايزة تتعلم ليه من نجاحنا وكان بيشوف حاجات كان يقولك بيعملوا لعبات زي المكان. مش حاجة اسمها انا جاي مش حاجة اسمها راحة مش حاجة اسمها راحة في نهاية السيزن. والكلام ده بيقولوه من زمان جدا. وكان بيرايح لما بيكسب بدري بيبدأ انه يارايح المجموع اللي بتلعب وكدا وبيعمل حاجات دي. بس أنت يعني بتقول لي احلا مطش كان مطش الصفاقس في تونس. الصفاقس في تونس. طيب. انت يعني義 مالك ستة واحد. حلو. هنروح للم مطشين دول. الصفاقس في تونس ده واحد واحد في القاهرة. واحد واحد في القاهرة والصفاقس لوقتها قوي جدا. قوي جدا يعني. فعلا انت بتقول اللي رايحين يعني خمسين خمسين رايحين رايحين جايين نرجع بالكيز قال الله يرحمه حكيت الموضوع ده كتير وحكي تاني الله يرحمه أتمنى الناس كلها تدعيله الأستاذ العمري فاروق رحمة الله عليه الشخصات المحترمة جدا 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 يحب النادي الأهلي بجنون فاتصل بي قال لي هنعمل حاجة وإحنا طلعيني الطيارة والله هذا حصل قال لي أنا شفتك الـ DVD بتاعك كنت جايبه من اليابان الأول DVD بلاير مش فاكر كنت جايبه إمتى فهو شافه معايا ماركن كبير كده بسطوعاني قال لي عايزة كتجيبه معاك كده حديك سدايا تشغل فالدهالي هو بالدهالي بيقال لي اللي هي بقى حتترق عليك شوية الناس حتضحك في الطيارة كمل سبع وحتشوف اللي هيحصل رحت جاي خدت منه سدايا تلعنا الفتحة سبحانه لازي سخرنا هزا بقى دعاء ودعاء وخلاص شغلت لقيت عبدالحليم اللي هي الأغنية بتاعتك ماشين ميين ميين فبتدوا دحكوا زيكوا كده والله العظيم فأنا بصيته عمل لي كده بفخ بقى فقعدوا التارية في الأخي لقيت كله سكت والله العظيم ما حد تتكلم ماشين ميقين ميقين لا 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 كده هو فأنا بصراحة الحاج اسمه أشعر كده فمنول في المحاضرة قال أنا هعمل حاجات تسمعوا كلامي كده حكى السيناريو المطش في القوضة بشادت للجماعة اللي عيبة اللي قاله هو اللي حصل بمحامل في الآخر تغييرة كذا عشان أزود كذا في نهاية المباراة عايزين الجماعير تسقف لنا ننقل الكرة كتير فالجماعير حتسقف لعبيتهم ما حتفقد السكة لأن جمهورهم زواق وفعلا مرتين الجماعير تونس سقفت لنا جوا المطش بعدين بعد المطش كان فيه هتياف جمهور الأهلي كان ألف وحد معاعدينهم فوق بعيد واستفزنا فكرة اللي هم عاملين أبو تريكا راكع بيسلم الكاس فيها في المالة مش إحنا اللي بنركع هنكسب يعني هنكسب والكابتن حسن حمدي من قبلها اكتمع لجنة الكرة مع كابتن محمود الخطيب طوارق المالي بالزبط دي حقيقة من قبل ما نسفر بهم قاعدوا معنا كلنا جايين عندنا سكافيك وحنكسب حنيرجع بالكاس الفرقة كل الروح كانت كده الأمان بالمناسبة عشان بس الناس اللي ذكرتها زي السمك أنا حكي لك حاجة عشان الأهلي بما نحضر هي من زمان قوي مش من ده المطش ده بركات مكانش موجود عماد النحاس مكانش موجود محمد شوقي مكانش موجود متعب كان قاعد احتياطي اسلام الشطر كان قاعد احتياطي ونزل بعد كده متعب ونزل بعد كده اسلام الشطر والناس دي كانت غايبة الاصابة للعايبة التانية ورجعنا بالكاس يعني من الحاجات اللي أنا بس عشان الناس لما بيعيب واحد ودنين لا مش كنتاني باستشارة النادي الأقلي انت جهو المعسكر زي هو يقول او بسلاحك بقى اللي انت آآ قوتك فالجماهير كانت قاعدينها بفوق بعيد. في عمري ما انسى? اول هتاف ندولنا خدنا الكاس واحتفلنا وبعد الكرة الحمد لله ربنا كان موفقني ما نزلتش عالارض. ما نزلتش عالارض. شادي اه في متعب في ايو. ايو. فبعد خلاص بقى الجماهير ابتدت تسيب الملعب. اه فجمهور الاهلي كان بيهتف تافل الف. صوتهم كان بميتين الف. يا تونس يا خضرة. خلاص بقيت حمراء. انا فاكرا لتبدأ كويس اه والله. لانها كان ساعة ودني تبقى معاهم يعني. اه. يعني اكتر لده فكتوا حيبو تعالى يا شادي. اه. يا ابن. يا ابن نادي. اه في كل اللعب كان ليه حتة كده كنت احب اسمع كنا بيقولها في طريقة حلوة. فاهم? بس. تعالى يا شادي يا ابن نادي دي سكل ان انت ابن النادي بقى خلاص. ولا نشيقين ولا مش نشيقين. والله بص لو انت عايزني اقول لك الحقيقة اللي جواية. اه. ما ولا فكرة نشيقين ما في ناشق بيطلع وجامد جدا وبيمشي. بالزبط. انت اللي بتثبت وجودك فقى فكرة ابن النادي وبن عم النادي وبن خلط النادي دي يا روض يعني. في حد قريب. استهلك المحلي بصراح. اه. يا ما ناس كتير جدت على مجموعة موجودة وكانوا رجالة قوي بيحبوا النادي العلي واخلصوا. وعملوا تاريخ كبير جدا. يعني. ويا ما ويا ما حد تربى في النادي. وكان لحاول ولا قوة يعني مش هقول ملوش لازمة يعني يعني خسارة فيه اللبس تشرته اصلي. ايه. ده رائي يعني. وقد انا هتيجي بها تقول مثلا ان شادي محمد مش ابن النادي وبقى الجمعة ومش ابن النادي والناس دي عمل. وابو تريكة. وابو تريكة مش ابن النادي. ما بقول لك. هما دايما تلاقي ياخدوك في حتة كده. اه. ونقعد نناقش الهابل. لسه عن نقش الهابل. اه. 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 انا بعد التاريخ ده كله لسه هنتكلم مين ابن خلط النادي ومين ابن اخت النادي. احنا جلنا هالزراء. اه. الكبير قلت لك خد بيالك من الكلمة ملقى. كبير دايما. تكلم في الحاجة دي. نقش الحاجات الكبيرة. اه مش عايفي. اه في حاجات فاني وندحك وكل ده. لك نجي نتكلم جد. لأ. اه. مش هنقش بقى ده يقول لك. ده جيدة من بره ده من جوة. نادي الاهلي نعمة كبيرة. وده سبب بقى الكلمة اللي انت بليه بتحط اسم النادي الاهلي? اقول لك اي خير انا فيه هو الاهلي السبب. فالاهلي يعني اداراته يعني جمهوره يعني السيستم يعني النزام يعني المبادئ والقيمة اللي بتزعل البعض. طبعا المبادئ والقيمة. الاهلي يعني الانتصار يعني البطولة. يعني افريقيا يعني يابان يعني بتدخل في اي بطولة بستغرب جدا. انا عايز الاهلي يقع مع مين? يا جماعة فهموا. لا اي فرقة الاهلي بيقع معها يا مرعبة هم بيكلموا على الاهلي اكتر. احنا بنعمل في نفسنا ليه كده. يعني مسلا اي حد صحفي اتصل بها الاسبوع اللي فات. الاهلي يقع مع مين اسهل الفلان انا قلت له مين اسهل ايه? بالعكس انا عايز اي فرقة جامدة. لا عادي. بزب. لأ. ماشي. ماشي. معاك بس بس لازم عند واثق في في انت عايز تاخد البطولة كده كده فهتعدى على الناس كلها. بزبط لازم اقصك في قدراتي واثق في جمهوري واثق في ادارتي واثق في لعبتي او جهازي الفني. ده ده طبيعي. انا اللي اتعمل لي حساب بتاريخي المحترامي انت في افريقيا كل سنة بتلعب النهائي. ايه. انت شو اخدين بالك والله. طب بمناسبة الجمهور دلوقتي مسلا مع ان ما فيش جمهور بعد الجمهور. بقى في اللعبة بقى لها عشر سنين بتلعب. ما 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 دقتش طعم جمهوري الاهلي انه بقى قافل الا في مناسبات قليلة او يعني. حاجة تحز. اه. انا دره. ده كنت بتلعب انت مسلا. بص هقول لك الحاجة بصراحة. هقول لك الحاجة صراحة. اه ما عرفش بقى انت هتزحى ولا لأ? هتزحى. والله العظيم هتزحى قبل ما اسمعها. ماشي. اه. دولتنا قوية جدا. حلو. اه شرطتنا قوية جدا. قادرة تأمن اي مورقة ومية الف بالمناسبة من غير ولا شرطة كانت موجودة ولا اي حاجة مع كابتن شاقي غريب في استاذ القاهرة في البطولة المنتخب القوليم. كان المفتوح الببان. اه. فيش حاجة حصل. عارف ليه? عشان المسؤول في اتحاد الكرة ضعيف. مش عارز يعمل واجباته. مش عارز يتحمل مسئوليات مسئولياته تجاه الجماهية. استسهال يعني? بالزبط. فيجبها في ايه? الدخلية ما بتتكلمش كتير. الدخلية بتشتغل بس. وبنتكلم في السنين الاخيرة. لا ابا انا دولة قوية في كلنا عايشين في امن وامان قبل كده ما كانش فيه. بسبب احداث ما مش هتكلم فيها. اه اه. لكن دلوقتي لا عايشين في امن وامان. وازا بيمسك البلطاجي وازا بيجيه بيعرف المسجل وعارف مين بيعملش. او عارفين كل حاجة احنا مش شغلتنا احنا مدرسناش ده. بالزبط. فيقدروا يعملوا كل ده. بس المسؤول ما بيتحركش. عارف ايه? واكل دكار بط بالليل فنايم. بس ده باختصار يعني. اه. ها دي الحقيقة. ولما يدخل لقم حسك اللي هو عمل معجزة. خمس تلاب. جميلة يعني. يا حبيبي الانداية الجماهيرية النهاردة محتاجة جماهيرية في زل الارقام اللي بنسمعها وانداية اللي معها فلوس. هيروح فين? نفسينا نشوف تاني الترسانة ونسينا نشوف المنصورة ونفسينا نشوف الانداية الجماهيرية اسف فقل ونسيت حد كل الانداية المحلة. لأ ما فيه منصورة تحت وفيه رازل المحلة تحت. لازم دوري كان زمان افتكرة انا احنا صغيرين. اتلاقي الجماهير مالية الاستاذ الاهلي يشجع وده يشجع. لما شفت شفت على الفيسبوك من يومين بالصدفة قدامي مطش بلدية المحلة وغزل المحلة. كان متزع. واللي استدم متقفل. يعني بصة. الجملة اللي دمها سخيف يقولولك كده. والبعض في الاعلام. اه الكرة عاملة زي المسرح. ازا الفنان يعرض وما فيش قدامه جمهور. يا راجل. امال من اللي بيعالج? ما الاعلام هو اللي بيضغط عشان تمشي في الطريق الصح. من الاعلام. ليك دور. انت لو عايز. هتتبنى. فهتبتدي. وبالمناسبة. انت اللي بتقوم برضو. يعني ايه? كاميراتك موجودة لستات فيها كاميرا. اللي يغلط امنع الجمهور بتاعي. يحرموا. عاقب. اه. عاقب اللي يغلط. مش فرقة تغلط فارح معاقب كله. لا لا شكرا. ده احنا كده. فبقالنا كتير كده عشان كده بنشوف المشاط بتتلعب في المرات. ايو اه. المتعة بقى يعني انت انت مسلا كنت تتمنى تلعب بماكسوم المشاط بتاعت القمم اللي برا يعني مسلا سوبر تلعب في المرات كزا مرة انا حضرت كزا مرة. بصراحة يعني مش عارف بقى عشان كان وحيشني الجمهور مسلا بس اللي انا شفت وهناك اللي هو اهل بلعب الزماية في ملعب زي ده في اجواء زي كده في تنظيم زي كده كنت حس ان انا كنت جعان اول حاجة زي كده بصراحة. بس. كنسك تلعب لابل حاجة زي كده. لات مانيتش ابدا ان لانا خلاص انا مرتضي جدا بتلك عندي سلام نفسي. اه. اه. رتضب اللي انا عملته. لأ ولتعمل. ما جاليش ابدا اللي انا مسلا عايز هلع بس لما رحت الامارات. انا رحت. ما تشغلت العليو الزمانك في الامارات. شبه كلها. وروحت السوبر الاخير. لا وما رحتش السوبر الاخير. السوبر اللي في الامارات? لا. لا لا. رحت السوبر الاخير ده في الامارات. السعودية. السعودية. اه. اوكي. بص اه هقول لك اللي حق رحت كله. التنظيم الدخول الجمال مسئوليات عارف مفيش مشكلة عارف اللي هيحصلها هتعمل مشكلة لنفسك. ممكن تترحل. فجاي بتحافز جاي بشجع فرقتي بس. بس. اه. حاجة غريبة جيت. مصطرة. بص دي حقيقة. الفرقتين الاجواء. بيح لازم يبقى فيش تسيبك من اللي بيتقال ده مش عارف ايه لازم يحصل ده مش تعصب. هي ده طبيعي برشلقونة مع ريال مدربية. يعني التعكورة. بالزبط. بالزبط. لو جتس قالتني ماتش السعودية الاخير ده. الصراحة الصراحة. عشان ندي الناس حقها. ايه. وانا ما عرفش اخد حق الناس. اه لما بيحصل اخطاء كنا بنتكلم ونقول. بصراحة انا بحي مع المستشار توركي الشيخ. بالمناسبة انا ما سفرتش عشان بس ايه. عشان بس انا بعرف انا بقول ايه. واللي عارف لانا. ما معرفش المواربة ولا الكلام ده. انا بحقيقي في التفصيلة المهمة بالنسبالي. ودى الماتش الاحتفالية. وقبلها خدم. كرنفال ما بقاش ماتش كورة وخلاص. بص. ودى قبلها سعده ايه? كابتن محمود الخطيب جوانادي الزمالك. صح. العلاقات بقت كويسة. ده اتأثر نسبيا على الجماهير. عمل ارضية للماتش ده. بالزبط. فهو بقى بيجيب عمر دياب بتتكلم واحد رقم واحد في مصر. فيه يغني قبلها وموجود نجوم مصر اه الكوة النعمة. بنتكلم خلي بقى الكوة النعمة ايه? رياضة ثم فان. فبقى موجود. هو زكي جدا في الموضوع ده. ثم ترجمها بتصوير عالمي. التصوير المباراة حاجة بجد كان خيال. تصوير ولا اروع ولا اروع. الاستاد المشهد العام الشكل العام انا شايف الوقت حاجة تليق باسم مصر. ورونالدو وتوتي. وبص فينا مورينيو قاعد بحل بصراحة معلش انا دي حاجة اه لا يتقال له شكرا. يتقال له شكرا وشكرا جدا كمان. ليه? انا هنتقل حاجة وانا شايفها صح. رجل عمل كل حاجة صح. اخد على عاطقه. المباراة اه اه الفرقتين موجودين. نزام اه نجوم كتير كانت موجودة هناك. طبعا. بقول لك رونالدو وتوتي لابسيني الاهليو زماري. بتحس الجمهور الاهلي بيحل. يعني بيحصل في الامارات كده بس المرة دي بصراحة الامارات برضو بيعملوها بشكل كويس قوي. بس المرة دي التصوير عجبني. ما بيعجبنيش فكرة الصراحة عشان اقول الامارة اللي حد يبقى بيزيع المباراة فيقعد جنبه حد يقعدوا يتناقشوا واحنا بنتفرج انا مش زنبين الكلام ده نقعد بقى نحكي. بس خد بالك هي بتتعامل برضو برا يعني 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 عشان امونصف يعني. يعني ساعات تنموا. حبيبا ما مش معنا بمتجيبش الحاجات الكويسة من برا بقى يعني نجيب برا كله ما تقاطش تقول لي كده عشان ما تعصبنيش عبد الرحمة. يعني نجيب برا نجيب كل حاجة برا. آآ. لكن ما عودش اجيب يعني سايب اللي هي الموزيح يقعد جنبه حد. طبعا احترامي الكامل اللي كابتن ماتحة واحترامي الكامل اللي جاء. مستحصل مستكاوي. لكن انت ما تحودناش على نحوض ونتكلم وتشوف الله. طب انت شفت ده كويس ولا لأ اول ما عجبتكش. معجبتكش. انا انا لكن كل حاجة فيما يخص التنظيم. هناك. هناك التنظيم. الجو برا الاستاد الجو. بالزبط. التغطية اللي برا الاستاد. اللي جوه الاستاد. مشهد الجماهير. الكاميرات بتلعب في الوقت الصح. فعلا ده ماتش تصويره يفوق كس العالم. حق ربنا. فيه كمان لقطة انسانية برا برا. لا ما هو ده اللي انا كنت هقوله بقى. اللي انت كمان كالمستشار تركي الشيخ. لان انا العمري فاروق انا على المستوى الشخصي بحبه جدا. شخصية محترمة جدا 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 جدا. والفيه ناس تحببك في الاهل بيسلوكها وشغلها جوا النادي. لان انت كمان تكرمه جوا الملعب. والدكتور يشام كان موجود اخوه اعتقد. لان شفت. وكان موجود وتكرمه بعد وفاته. لانت ما تفوتكش دي كمان. لأ كل التحية والتقدير للمستشار تركي الشيخ. على المشهد العام كله. بصراحة حاجة كانت حلوة قوي وحاجة تشرف. وحاجة لك باسم الناديين وباسم مصر. كنت تحب تلعب انت اجواء زي كده. اه اه. اللي زي كده طبعا تت النهارده اه معليش اه. بس لو سألتني على حاجات لأ انا شبعان منها. فهي كان لعبت. زي. يعني مسلا ان هي لعبت شفت نجوم ريل مدريد بقى زي ده اللي عبناهم. وكسبتهم. وشفت اه اي سي روما وشفت اوساسونا وشفت ريل سويسيداد وابريسان جيرمين. كل ده اللي عبناهم مبارات ودية. وبرشلونة. فالواحد عنده تشبع منه برشلونة كان ميسي لسه ورونالدين هو يعني في احتفالية المقوية الالي. بمفيكا كان فيها نجوم كبيرة. اياكسا مستردام. كل ده النادي الالي في الفترة دي لعبناهم. فبالتالي لأ اللعب في النادي الالي عنده تشبع. من الكلام مش هيشوف واحد. مش هيعمل كده طب انا عارف انه بقولي. اللعبت افكاس عالم. الفنادق افكاس العالم في اليابان كلها اه 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 في ممرات تحت كان كله كلنا وبعد كده كلها مولاد تحت عدد الفنادق كلها. فشوفنا كل النجوم. كان منشستر وقتها وكريستان ورونالدو. اه وكان صديق مانويل ورحله وتكلمه مع بعض. فكل ده اه فاندر صار. لابد انت بتذكر معتزقينه وكان ناني. وكنا في المول. فهو ناني نفس شخصية معتزقينه. ايه بقى? هم مش فاهمين بعض اللي اتنين وعملين يهزاره. ولد فاهمه اللي الله العظيم. اه. فعملين يهزاره. يعني فانت العيد في النادي الاهلي وما دهاش اسقط على حد يعني لأ عنده تشبع من ده لانه شافه. اه بتشوف النجوم دي مكانة كبيرة جدا وبتشوف اللي هم اه بتتمنى توصل زيهم او عارف اساميهم وبتعبس في الاول في الاخر انت برضو في قرتك انت مسيطر انت اسمك. تمالك. تمالك القر. في فرق ما بين اللي مش مصدق نفسه وكده وفي فرق اللي انت. متشبع. متشبع وهادي ورهيسي وكده. اه. انت مش هانك من الاهلي كان سلس ولا في حاجة مسلا دايقتك ولا مشي بسلسة كده او مشي ازاي. والله بص يا انت يعني من اكتر السئلة اللي مش بحبت سئلها. والله. اه والله خالص. استعدي يعني? لأ حاجاته بس اه من الحاجات اللي بتأثر في يعني شوية يعني عارف اه انا حد بيحب النادي الاهلي جدا. هو مؤمن النادي الاهلي ده يعني واقف جنبي في كل حاجة. لو انا عايش كويس فهو النادي الاهلي. لو انا بيتقال علي بطولات في النادي الاهلي. صح. لو انا معايا فلوس في النادي الاهلي. بس اسمك حياة في كورة. لو اولادي بيتعلمه كويس فهو الله هو النادي الاهلي. اه انا تعبته وشقيت وكل حاجة. بس النادي ده داني قمتي في المجتمع. وصنع لي تاريخ كبير جدا. فنفسي نفسي اه يعني مثلا حصل مع بعض النجوم كده بدون ما اذكر اسماء. ايوا. في ناس ضحت وحبت النادي قوي وبتاع. لما انا مشيت بشكل كويس جدا بالمناسبة بس في الكواليس وكابتن حسن حمدي اللي انا باحترمه. مم. وبقدره واسم كبير قوي وباحترم كابتن محمود الخطيب جدا بالمناسبة. مم. عشان العملين راغي انت تحسيني على موقف فيه شخصيتي. ده مالك انت. مش من حق حد. لكن في الاول وفي الاخر ليه احتراموا عندي. ده رمز من رموزنا. رمز من رموزنا. اه. فاحنا نقبل رموزنا ما بنقللش منهم ابت. فلما مشيت انا قلت صنة الحياة الحمد للحققت كل حاجة عملت كل حاجة. هقعد اعمل ايه تاني. بس كان نفسي ايه? اقعد كمان شوية. او انا ماشي مسلا. اودع. فت بطل في الاهلي بقى. بس انا كنت هاخد القرار ده. كان كم سنة وقتها? كسنك? كنتش كملت تلاتين سنة. عشان بس الظلم. والله العظيم دي الحقيقة. مكنتش كملت. ان ده عنددخل زمانة اكشلال خمسين بطولة بقى. هو بقى ما كنتش عايز اعود عشان ده. تخيل? عشان ما 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 تقولش ان هو قاعد بس يعد. لا ولا كده تخيل. اما ليه بقى? انا كنت عايز اعود واتفق مع الادارة. انا عايز امشي متتش. يعني? يعني الجماهير تيجي تحضر اوضعه مع ملوم كده بس. واقعد مع فرقتي نشرب حاجة. وتمشي. وعمشي. وعمشي. وعلى قلبي. وعلى فكرة مش اتمي الزعلان الزعل اللي هو لا. اللي هو ايه? لا انا انا كنت عايز اللقطة دي. اسطحك اللقطة دي. انا فيه واحد شاهد. اعتقد اللي ما حصلتش مع اي لاعد. والله العظيم تلاتة. الواحد اللي شاهد ويسأل فازك كابتن حسام البدري ومانوون جوزين. نهائي بطولة افريقيا انا لعبت برجل واحد. من بداية المباراة. ما حدش عيسد. مصاب. حبيبي انا كان عندي اه اه شرخ اجهاي دي. والدكاترة لعبت عليه الماتش قبل النهائي. لما روحنا للنهائي قال لي انا بصك فيك عايزك تلات. فالدكتور قال له فيها خطر له يلعب ممكن مالعبش كرة تاني. فجابني في النادي قبل الماتش. قال لي انا عايزك تلات. قلت له اه 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 انا وانا اللي انتم عاوزينه عامل. قال لي في حقنا هتخدها كده في رجلك. اول الله. على فكرة. وقال لي مش هتتمرى. ويسأل في هذا وليد صلاح الدين. وتلعب عماتش. حضر الواقع مع المدير الفني احنا بنتكلم. وتلعب على الماتش. انت عندك ما يسعي فك انا عايزك تبقى موجود في الماتش. حقنا كانت كبيرة كده خدتها في قصب الرجلي. بتاخدها بتصوت مسلا ربع ساعة. وبعدها بتلعب مش حاسس بحاجة خالص بيخلص الماتش. بتصرخ اخباء خلص. اقسم بالله بتوصل بي. اقسم بالله. فمش لازم تحكي ده لان واجبك تعمل ده لان انت في نتيجة عظيم. طب يعني تلاتين سنة تلاتين سنة لسه كان ممكن تدي يعني. كان مين صاحب الرأي الفني ده? حقول لك الحاجة. لو سألتني. كمانه الجزء? بس انا دد. لا ما لقاش علاقة مين بس. اصلاح انا اتكلم ما هقولت لا. هنرجع لفتن. يعني. لا خلاص هو الادارة مسلا. اخد الكرار خلاص انا احترم الكرار ده والحمد لله. الحاجة اللي انا اتحكمتي فيها اللي انا ما اتكلمتش قولها ربع كلمة حدش. لو قد اتكلمت. اه كان ممكن اتحسب علي ازاي كابتن النادي وتربج والنادي ويقول كلام ما يصحش. بس حافظت اللي انا على المشهد الجميل والنهاية السعيدة. فهم? ام. اما بلغوني وكابتن حسن كان مبعات لي كابتن حسام البدري لبيت. وجقعت معي لكابتن حسن بيخيارك. تروح اه عايز تمسك فقطع الناشئين. عايزة. تراتين سنة. تمسك ايه? فقلت لك ابتن حفكر وكده كنت حاجز التذكر كنت عارف الخبر من قبلها باسبوع. اصلا. اه كنت حاجز اه تركية. اه. وقفلت تلفوناتي وكده وعارف انت تجاوب بقى انت ايه القصارة اللي روح جايي مسلا ايه? اه سلم عاش شوها ده يدوح مدخلك عشان تعيط. اه والله العظيم. لان انت مهيق. ايه. في عشرة مع الجميع. لو انا. مدخيل حالب استشارتي قدام النادي الاهلي. صعبة جدا 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 فوق معالك اتخيل. حابي انا بالعب في الاسماعيلي. جمهور الاهلي. انا بسخم مع الاسماعيل. ام. واللي اتحاد هحصل كده. ايه. فبس انزل اسخم راح جاي والله العظيم. اه جمهور الاهلي تعالى. يا شادي. اروح رويح امشي. انادوني تاني. اروح ماشي انادوني تالت. ام. فجريت دخلت وقلت الليبس. مكملتش تسخين. نزل لي مش فكر محمد محسن ابو قريش. قال لي بتعمله غلط. مش هينفع. انت خلاص هو ربنك ماينفعش. بتروه مش قادر. تأثرت يعني فعلا. اقسم بالله. واحد قال لي لا الموقف ده جمهور الاسماعيلي برضو. اه هيخزنه لك. اه مش عارف ايه. بس فعضى الموقف الحمد لله. ولعبت الماتش. ولعبت الماتش بس بالصراحة جوايا يعني عشان ما تكونش كده. اه اصلا وقلت وانتش هيسدق يعني فاهم? احنا عقدنا قتقول ايه لك جدا. ان لو قولك ماتش افراقية كم بكام انت مش هتسدق. ايه رأيك? اه. الف وثمانمائة جنيه لما بتكسب برا الارض. اقول لك الحاجة تاني. ما تجيش تقول لي الاسعار لاكت الاسعار على فكرة اه. قدت بتجيب بعربية باربعين الف جنيه. اللي ما كانش فيك الكلام ده. مين اللي قال لك كده? اللي انه سبعين كان باربعين. لا كان هو الاهلي. بخليك تاخد بطولات وكلمته بس الماديات ممكن ما كانش عالية. اه. يعني عسل العقودة عندنا اعلى واحد كان سبعمائة الف وفيه لعيف تاني ما بياخدش حاجة باخد سبعة مليون جنيه. انت متخيل? انت مخلص بس بتحب النادي بس ماش حد يتكلم في الفلوس اصلا. ما بنتكلمش في الزيادات والله العزيم دي حقيقة. اه. ويحسب للجيل الكلام. لغاية الجيل. واليوم الكامل. كان من كلمة. عارف اه بطولة الدوري كانت اربعين الف جنيه. اه. اربعين ايه. سوري. ما كانش اربعين. كان السوبر كان بخمستاشر الف. افريقيا كانت بعد الدراية بعشين في الماية تمانين الف. والله ما بهزر. ايه. وكان على قلبنا زي العسل. ولو ما خدناش حاجة خالص. لا. اه. بس كانت ديه فلوس بتاعتكرة في مصر يعني فهم مصر دي? كان. لا ما كانتش. كانت فرق تانية. ما انا بقول لك. اه. في فرق تانية لعبها ستة مليون وسبعة مليون وخمسة مليون. واحنا ما ربما نروحش نقول ده. نستح نقول ده. لان احنا كان بيتقلنا كلمة. وكان مونس عادلي وانت بتتفاوض يقولها. الاهلي بكام لو انت هتتكلم معاه في فلوس. ما عادش بقى الكلام ده خلص شكرت. كل سلام انت طيب. بالزبط. فانت كتكلمة جديدة قوي. تقوله مش عايز حاجة. هو انت لو كنت بتتعب دلوقتي لو كنت بتتعب دلوقتي وانت في التوب فورن بطالتك كان زمانك بتاخد كمسة. ممكن اتديك يعني اقول لك مسلا ان بيقوله ان عاد حسين الشاحات ومش عارف ايام عشور مسلا انا انا قريت يعني. الاهلي ما بعمل. اهلي ما بعمل. اهلي مش عارف خمسة ارقام اللي بتتقل عبية ما بتاخداش كلها. بس عشان ايه? طيب انت زمانك. الناس بس بتقول كلامه اه مش ان الاهلي بيديك خمسة وعشين في المية وخمسة وعشين في المية عالشهور. ما نعم. ولازم تلعب خمسة وسبعين في المية ماتشات عشان تاخد بقية الفلوس. طيب عارف. ما نقول لقى. عارف لايحة عارف الاهلي بتعمل ايه اللايحة? لازم تكسب اربع ماتشات عشان يتحسب لك المبلغ الاربع ماتشات. مكافآت اه. مكافآت. لو تعديلت واحد الفلوس تنزل. ايه. فانت مطالب بص بص العبقرية اللي انت محتود تحت ضغط انت لازم تكسب عشان تاخد فلوس. تكسب كتير عشان تاخد فلوس. اه. اه. ندي الاهلي نزام لكيلو وتحسب عليه. تطلع على الميزان او ما تلسح السابق. انا في حاجات المفروب نبينها بقى للنسبة. ممكن لسألك سؤال استهلاكي. وده اللي انت ممكن بقى تقول لي لا مش عايزة تسيقله فعلا. لا لا ما فيش حاجات ما مش عايزة تسيقله الصلاة. انت موافق على ان امام عشور يروح الاهلي? اه طبعا. حبيبي يسيبك من اللي بيقول لك اه فين كلامهم مش مزبوط. كلامهم مش مزبوط. انا عندي عندي. اه حلو او. انا عندي رد بسيط جدا. ايه. امام كان بيلعب ماتش ناشئين. واصلا انا عارف هتقول لي امامه اه ورمضان صبح. انا اقول لك رأي. ايه. اصلا انت انا ليه بس اعلك سؤال ده. لان انت دلوقتي خلاص انت فاعلا انا قاعد قدامي كتلة من النادي الاهل. اه طبعا. كل خلامك رايح ده. مانش. فحب باخد رأي ده. تفاهم? اولا اولا اه الموضوع سهل وبسيط. اه بس اه عارفة ما تعمل بروباجاندا على حاجة زي ما عملوها مع محمد صلاح كده. المغردين تلعوا شوية ايه مستخبيين. اللي ما بيحبوش محمد صلاح. اللي حاقدين على محمد. فايه ماشت النغمة. فهو ما ماشوا نغمة امام عشور بنفس طبيعة محمد صلاح. يعني ايه? يعني امام عشور بلعب كان بيلعب مطش ناشئين في قطاع الناشئين. دخل الاوضة. دخل الايه? الاوضة. هو بيلعب فين? في الزمالك. في الزمالك. دد مين? دد الاهل. دد الاهلي. المفروض امام عشور يدخل قط اللبس بيلعب مع نادي الزمالك. عمري ما حب غير الاهلي. ولا في غيره. هو انت ما عندكش يعني وسط? يا حبي. لازم يا ام امام عشور بيلعب في نادي الزمالك. المنافس. يروح يغني للاهلي بيغني. غلت. تجاوز. صح كده? وجامد. وجامد. وغلت في الاوضة. تمام? وبعد كده مشي من نادي الزمالك ولاعب واعد. من اهم كانوا اهم ثلاث لعبها في الزمالك في التوقيت ده. زيزو. امام عشور. آآ افتوح. كان الفرق ايمة عليه. مشي امام. انت فقدت امام وجبته. حل? فقدت ايه? امام وجبته. ايوة. طبعا في ناس مشي يعجبها الكلام ده. ما انا هرد عليك. ما انا جاء. ماشي? فجاء امام. الراجل آآ تفاوض دخل النادي الاهلي بيتقلق مع النادي الاهلي دلوقتي. ايه مشكلتك في المبادئ دي? انا مش فهم. ايه على كتب المبادئ. بيجي عندي. مش هيغلط الغلط ده. ولا في الاهلي ولا غير الاهلي لانه هيتقوم جوه من النادي الاهلي. لكن حط الحاجة في المربعة. اللي هو كان على زمة نادي منافس وكبير نادي كبير ومنافس. طبعا. وبيغني داخل قط اللبس. مش المفروض اللي هو يغني للاهلي يعني ويهتب في اسم الجوم الاهلي. ومش المفروض اللي هو كان يعمل كده. بس هتاف جوه الاودة. انت ما احيانا. انت عبد الرحمن. اه. دخلت الاودة عندك دي قطي مع ابنك مسلا. وعدت ايه تهتف ديدي. انا روح ماشي اه اه اجي اقول انت مش كويس. ايه ده مش اقف. وامشي. مش طبيعي جدا. اواجهك الاول اتكلم معاك. اتكلم معاك في ايه? دي فيها كلام. حبيبي فيها كلام. فيها كلام. هو على زمتي. ده بيلعب في نادي منافس. هو دي. وانا باعته جاي. باعته مشواره جاي. ومش ابني اصلا. ولا اتربع عندي. ولا انا اتفاوت معاك. ولا بيلعب عندي وبيلعب في نادي منافس وماتش في الناشئين. فاللي فات مات. مفيش حاجة اسمها اللي فات مات. صح? لا. دي ملاش علاقة بالمبادئ. انا جبته عشان. على كده بقى. جمهور الاهلي مثلا. مايجيش الاستاد. عشان لما انا جيت عملت بس غلط. فابتده يهاجمني. فكده بيهاجم ولاده. ده حاجة غريبة جدا. يا حبيبي ده هو بيلعب ضد نادي منافس. مم. مش الطبيعي يغني من تلتاش مال. بنهز. عايز امام عشور يعمل كده عشان يدي المبادئ. طبيعي في رقيته هيهتف. غلط في الاتفقة طبعا غلط. قال لحاجات ما تصحش. قال لحاجات ما تصح. لكن في الاول وفي الاخر. موقف وينفع تصليحه وينفع. طب ما هقولك انا كنت موجود في النادي. شيكابيلا مسلا ماضى في النادي. انا بحبي شيكابيلا جدا. ولعب اخلاق بالمناسبة وطيب جدا. حقه. ولعب موهوب جدا. واسيبك بقى من اصر في حق نفسه. ويجي يقولك اللعب ده كان نجم النجوم. مسلا على لعيبة تانية. ده ده كان هيبقى في حتة تانية. ولا كان هيبقى في حتة تانية. ده هو اصلكم كده اصلا. لا هو شيكابيلا مفوض يبقى في. فعلا انا مقصدش بقى انا بتكلم على لعيبة تانية. ماشي. وجاء ماضى في النادي الاهلي. مبادئ الاهلي واخلاقه طلب عقوده الدهال والنادي لكا ممكن يوقف. وغيره بقى ست لعيبة تانين. اه. في وجود انا كنت كابت الفرقه وعارش. والقباني. ماليش دعو بقى مين بقى. بقى كان قدامي وبشير وغير وغير. ماضى. والعقود كانت موجودة في النادي الاهلي. اتفضل. وغير. حسن عبد الرب. كان بيد الاهلي ممكن لو مش عايزه يروح الاسمالي يوقفه. اه. ايه المشكلة? الاهلي هي ده الاخلاء الاهلي. لما انا حضرك بروح تفضل عقدك اللي انت بدته بقى ارادتك. طب مش كان اولى مسلا ان يبقى فيه اه. هنقعد نجازة. شوية مع الحضري مسلا انه يرجع. ما انت بتقول لي مسلا امام كان اهم لا ينفهم. بص افهمك على حاجة. اه. هتجيب لي اسماء الناس الحضري واحد من اعظم الحراس المرمى اللي جات في تاريخ النادي. لا انا مش عايزها. وفي نفس الوقت. حبيبي اه. ده مجلس ادارة في 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 اه. في اه. في كرات وياخدها وانت لعب انت مش حاجة تعلق اصلا. يعني مسلا زي ما يجي يقول لك الشنا ويكلم من كابتن محمود الخطيب قال له لا ده لأ يا سلام. انتوا بتغيروا الاهلي في تلات ثواني بتحقوا على مين. مش في الاهلي الكلام ده اصلا. انا اجزم واكزم من غير ما بقى موجودة اهو. جابت اللي هو عايز حاجة يسأل ما ايه رأيك اخلاو ايه صرفاته مش عارف ايه بتاع ممكن يحصل كده ومش من كابتن داير. اه. مش كابتن محمود. يبقى في استشارة. لان الرئيس الاهلي بيبقى المازة كده بيقول ما بيدخلش نفسه في تفاصيل صغيرة اسمع من نفس. ايوا. واخصان شخصية الكابتن محمود كده. هو عارب وشارب الموضوع كله واشتغل جابها من تحت زي ما بيقوله بقى اللاعب ومدير كورة. هو عضو مجلس ادارة. كل التدريج. فاهم مش هيعمل دا. ممكن يكلم حقا. يكلم ايش. انت زملت فلان في المنتخب. اه. 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 مش عارف ايه. اه. لا وحصل. وممكن ما يحصلش. ده الشناوي. قال له كابتن دا مش مدرساتنا دا مش اخلاق. انا اتلاقي واحد تاني بقى. طلع بليل حتطلق سرير الاهلي وطلاب الاهلي وعالم الاهلي. وبيتكلم. واه. والشناوي راح قال له كابتن انا وغجاك اهربة بالليل تفاجئ الولد بيتكلم بالليل قال لك ده انا تقيميل من عندك اهربا. طب كل لت حاجة دا ايه. ودي جي تاني ممكن انك ما عملتش حاجة عارفلو ايه. اه. احنا الحمد لله اللي ما جاء بانك اكدت الصفقة ما فيش فتلاقي ايه انت طول الوقت بيسحلوا دماغك والله العظيم ما بهزي. مم. ما بيدارش كده الاهلي. خالص بقى. فما بيجي حاجات تتقال زي مثلا ايه. موضوع رمضان صباح. عارف الهبد والهاري. مم. هو ده بقى السؤال الاستهلاك المحل ينقعد نضيع وقتنا. ايوا. هو مش فيه جماهير بالملايين بتعمل لها حساب. يعني ايه انا مش فاهم. على فكرة اقول لك على سر. ده انا عايز اقول لك على حالة. رمضان صبحي مغلتش ولا غلطة. الراجل عقده اصلا ما كانش على زمة الاهلي. يعني هو اختار انه ما يجيش الاهلي. لكن لم يخطط لم يتجاوز. بص اقول لك الحالة. صح اوال مش صح? ستة جيت مع ايه الشخص الغلط? لا ده انا مع الشخص الصح. لا ما انا جايلك بقى ازبط هتلعبني. انا كنت في تحل استاد الاهلي كابتن محمود الخطيب. حاجة. كان عاوزني يكون موجود. ام. كلموني كابتن عاوزة كابتن روحت. قابلني بحفاوة جمدها جدا. كان فيه مغلطش هتلعب الكدامة في استاد السلام. ايو ايو. ايو. اه. انا كنت قبل ما ادخل لسات شفت الموضوع اصلا. والله العظيم. ماشي. انت بستني موقف النادي لالخطيب الخطيب. اتعامل مع الموضوع. امير كلمه. قال له قدامك ساعة. ما شفتش بقى ساعة. يعني اللي اسمعين كله. اه اه. اللي هو حكيت. اه. فا. قال له خلاص. قولا واحدا خلاص. اه. ما ردش عليك بعد وقته معين ده لانا عارفته بس اللي هو خلاص بينا على حتى. امير كان بيكلم حد في تفم ومفاعل يعني. كان الكلام انا كنت بارك ان هو مش شايفني فعلا انا كنت. وصلت عشان قاله لي روحت. طبو. طبو انت شايف ان رمضان لازم ما يدخلش النادي الاهلي تاني. ايه? رمضان ما ينفعش يدخل النادي الاهلي تاني. ما هو مش هيدخل. انا بس اهلك. اصلا يعني. هو عد هو بيخلص مع فرمز ذلوان. ما يخلص. حبيبي اقول لك الحاجة بس عشان بيقول لك فيه ناس بتلعب لعبة حلوة اهل. يقول لك الاهلي لو راح النادي المنافس فحيكوي فاحنا ناخده بعد كده نشوف. عب بالمناسبة فيه اربع العيبة خرجوا. وانا باحترمهم يعني. والاهلي اخد بطولة افراقية بعدها بشهر مع موسيماني ولا نسيت والله. وراح كس عالة. لا انا مش قصتي دي من عارف انو الاهلي كده يعني يفضل اكسب. الاهلي. لا الاهلي كده يفضل اكسب. عارف او الاهلي بيقف على واحد. كان وقف عند اعتزال. يا باشا ما بيقفش. ما بيقفش على واحد. ده اعظم. كان وقف عند ابوتريكا لما اعتزل. كان وقف عند نجوم كتير. لا لا ما بيقفش طبعا. انا بكلمك على. عايز الحقيقة عايز الحقيقة? عايز الحقيقة? هتقول لي بقى انا هكلمك حاجة خالص. ممكن اسألك سؤاله انت حرم الكرة في ملعبك عشان بيقول لك انا موقفي الشخصي ليه? تفاوضاته ده اماليش دعم ما شفتش. ماشا. مادرش احكم مادرش ازلم حد. انا انا تعلمت كده خوصا في في المرحلة الاخيرة كده من حيات الظلم ووحش. ماشا. ماشا. مين اللي بيتعمله كده? في الاعلام بتاع الظهور فيه. لمين? ولا انسيت? لا 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 قولي والله. ايه بس? مين لا مين اللي عمل له كده? مين اللي اللي راح بيرمز وعمل لك كده? في الاعلام بتاعه اللي زهوره في النادي. اه لا اعمل كده. اه لمين ماشي كده. مين? شفت بقى انا فاكده احسن. ماشي اه لمين ده. اه فاهم. اه ده انا لو هعمل حاجة فيها اتنين في المية تجرح مشاعر الجماهير اللي انا النادي اللي رباني كان بيقعدني في كتاع ناشئين في السريع. في الغرب بتاعت النادي. عارف ليه? عارف كان لازم يوقفه بكوة ليه? عارف الحقيقة? عشان تبتقول لي بتحب النادي الاهي او اقول لك. لان في كتاع ناشئين. كتير هيمشي سلكوا نفس الموضوع. هيبص الفلوس? اهلي. فلازم تلحق قرار كوي عشان تلحق نفسك. وترجع الامور لوضعها الطبيعي. بالزبط. كنت هتخسر قطع كبير جدا ممكن يكون كل النفوس مزاي بعضها. في واحد يتمسك ولا في واحد يشوف فلوس فيجري عليها فانت كان لازم وقفة قوية عشان تمنع يفتح منك الموضوع. انت انا مش عارف كان نفسي ان انت تكون موجود لعب في الوقت بتاع المغريات ده. اشوفك وانت بتجدد في الاهلي وقدامك نادي بيقول لك. حبيبي اقول لك الى حاجة. اتسألت كتير اللي انا ما اتسألتش هقول لك الى حاجة. حبيبي اقول لك الى حاجة. اقسم بالله العظيمة هتحاسب على كل الكلمة بقولها دلوقتي. طول عمري هو انا ما كنتش بقى شوف لعيبة. انا بلعب المطشات كلها واقودها اكبر مني. حصل. حصل. ما اكتر من عشان لعيبة. تمام. بس وحيتك عندي. كنت بشوف الجنين اللي في جيبي بشوفه مليون. في البركة. عشان مرتضي بيه وبقول الحمد لله. عمري ببسط لحد. واللي معا مليون. حقيقي. وما بقولش الحمد لله. فشايفه خمسين الف. شفت ده بعيني. كام حاجة. الرضا يا ابني. الرضا يعني زي ما بقول ايه مسلا. انا معايا فلوس ومعايا بيت ومعايا بيتين ومعاك عربي وهكذا. لما تاخد اخسر الاسم والجماهير ده عشان ازود. طب ما انا هعملهم في النادي ده. طب ما انا هاخد السوكسي ده. الحسابات قد غلط. بس دلوقتي انت خلال ماك صح مية فمية عشان بس ما. بس دلوقتي المغريات وصلت لمرحلة شنيعة. طب حلوة. شنيعة يعني يعني معلش. ده فرق الفلوس كنادي. بالعقل بالعقل. انا مش بكلمك في الفلوس واحد واحد ونص. ماشي فرق ايه عشرين. معافش فرق. حبقى نجمل نجوم جوا فرقتي. لان انت زي بيقوله ابن النادي بقى. مش انت بتقوله ابن النادي وبنخلت النادي. كنت انت رجع من برا. وكنت ماشي كويس والاهل يقومك على حلوة عشان لعبت مع المنتخب وتقلقته كنت جاي مصاب. ولا بننسى. فبالتالي مش عايزة اقف عند ده. لا لا. لأن في الاول وفي الاخر. انا على المستوى الشخصي اول حالة عملها معايا. وكان اول مرة والدته تدخل على الهوة. واحد نتكلم في الاكل ويتلي عزمك في البيت. فانا ما بنساش. انا بحبه بس الزعلان عليه. لانه بجد ولد كويس قوي. دي الحقيقة. الزعلان عليه قوي قوي قوي. ما تعرفش تريه التفكير. انا انا واسك اللي هو. خانوا التفكير يعني. لو روحت لدناغ رمضان بعدتي معايا بخبرتي. مش مية في المية هو. اخد القرار كده. دي مش دماغه يعني. اعرض لضغوط. دي مش دماغه. انا واسك. انا بص اهو مرة اتكلم بيدوق في الموضوع ده. لان اه. لا. ما يعني موقف كان صعب يعني. مش حد. اقعد واقول لك. وبعد كده قبلها. انا لن العب الا للنادي اهلي. لن اسعد الا جميل الاهلي. عفو وقالوني اشتغل عمل غرف ملابس. ما انت بتين عمل عرف غرف ملابس ده اهم منك ساعات. دلولة ده ما تعافش تنجح اصلا. لا ممكن يبقى اصدوا انو ده اجروا اقل. اه بش اسمع بش اسمع بش اسمع. طب قوله تعالى اشتغل اه يروح هنا. انا مش موجود. او الله العظيم. كلام ده بقى اللي بيخطبه بيك جماعين. ايه ده بص الاخلال واحنا بقى ايه بتاعطفة. ما المودين اللي عاطفة. في ناس كتير تحور وتكذب وانت يا الله. بص مخلص ازاي. بص الله من قلبه. وهو اسم كذب اصلا. لو قلت له تعالى اعمل بدليل. في ناس بتلعب مع النادي الاهلي حتى من ولاده اللي عباء وحشاءه. اللي هي? تلعبني احبك. تقعدني اكرهك. يعني ايه? تديني ما انصب. اعزب رئيس. عسى الجمهور. البطولات احنا الاهلي. ايه? طب. يبقى عنه على منصب ما خدهوش. اه. ما خدهوش. ما خدهو يعني ما فيش توفيق او مش عايزين يجبهوه مش مرحلته. ايه التحريك ده? ايه اللي بيعملوا الجماعين دي? هناها ساعة. قلت رس ايه مش عافية ويروح ادخل على الادارة. لجنة حكماء ويبتدي ايه? تسمع بقى كلما انت بتشوف الكلام دك. اه ديب 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 ديب. فبيتعامل مع النادي الاهلي اه طبعا. اه. بيتعاملوا مع الاهلي ايه? تديني المنصب حابك. كميش هتدوه له اكرب? لكن الرجل الجدع. وابن الاصول. اللي الخير الاهلي عليه. وخير الاهلي علينا كلنا. موجود. ده انا بالعكس هو انت برا طباقاك وعندك حرية اللي انت تتكلم وتدفع على الناديك اكتر. بزبط. هفي ناس بتعبر عن معدنة? يعني بتفاصيل. طرق مختلفة. اه بالافعال. بالزبط. اه استمتعت بالشغل الاعلامي في القناة الاهلي? جدا. جدا. انا على غاية النهاردة والله الناس بتقابلني برنامج كرة والجماعير. ليه? اه قربت من الجماعير اكتر واكتر. كنت اعمل فقراتك للجماعير. من فيه فقراتك يا عبد الرحمن. كتير بقعد مع ناس يقول لك كنتنت. اه محتوى. مشكلة. متلاقش محتوى. اعرف محتوى ايه كأنك بتاكل فيش عارفهم حتى الرمل. فيش حاجة اصلا. هي هي. والله ما كناش بالنمنة وفريق اللي عمل عشان الناس يعني عملت فقراتك انا عزها على اقل. وكنت بقى صورها وزحها عشان مصدقية. كنا كل اسبوعين سبعة يروحوا النادي الاهلي يتغدوا جوا النادي يتصوروا استأزم مدير الكورة وتصوروا مع اللعيبة. كنا بنجيب باتفاق مع النادي بالخمسين والمئة تاسكارة. ونعلن على الهوى. ونجيبهم نسلمهم في ملعب اليد جوا. ونظهر الكلام ده. بنقرب الجماعير من 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 دي اللي فيه ناس بتبقى بقى اللي بيكسب من الزقزيق ومن السعيد ومن وبيجو مشورة. وبيجو مشورة عشان اخد التيكت. ايه انت تقعد ناسه. هو مش جالي التيكت هو جالي اللحزة دي اللي هو. اللحزة اللي حيدخل النادي بالزبط. فباعد اكسم بالله الدماغي اه وفي حاجة بس هيقولك بينافق. كنت تم اسأل بتحت بمين? فيها العيبة كتير وجيل بيه العب كابت المحمود الخطيب. يا ابني انت شفته فيه. شفتش كابت المحمود دي. فدائما كنت بقولك كابت المحمود الكلمة. وقلت تعلم انت معجزة. اللي فيه ناس بتبقاش بس بيحبوك عالسامع. ايه. فعشان كده. هم الاساطير كده بيوصلوا للمرحلة دي. الاساطير بيوصلوا للمرحلة دي. بقى. وانت لغاية دلوقتي تقول لها ريال مدريد دي استفانو وبوشكش. فيه العيبة. فيه العيبة. حببة الجماهير في النادي. مسلا منهم كابت المحمود الخطيب. ايه. من الاسماء اللي. لو ناس شجعت الاهل عشانه. ينفح. 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 حصل طبعا. دي حقيقة. كل ده. وانت ببقى مثلا صغير. فبتطلق لايك كابت المخطيب. فبتحب الاهل ايه. فبتربي كمان ابنك على الاهل. فببقى الخطيب تسبب في اهلوية اسرة مثلا كاملة. بالزبط. دي دي الاساطير الحقيقة. بالزبط. فانا بس اللي عايزة اقوله ايه. فيه موقف كتير. بيبقى الندم جاي قادم لما حالا. يعني انا قلت لك ايه. عارف لما رجعت كناة النادي الان? انا كان اسعد من اسعد ايام حياتي. ليه? رجعت نادية تاني. بعد ما مشيت روحت. شفت في اندية. يعني عادت اضرب. انا عايش في جو معين في نظام معين. بعاني جوى نفسي. مرتبت تقعد بالست سبعة شهور ما بتاخدش فلوس. تكسب. هتكسب ازا واتنفس ازا وانت بتاخدش فلوس. مش عافل العيب بيرد على رئيس النادي بطريقة وحش. هيكلمه كأنه واحد بيبيع في مصمت. كرة برا الاهلي صعب. الاهلي مفيش الكلام ده اصلا. لأ كرة برا الاهلي صعب. انت بتشوف كابتن حسن حمدي عشانيجي التامريكا بيستأزم منه الجوزيه. حسن حمدي. القيمة والقام اللي ما بتشوفه بيستأزم منه عشان انا جايلكو بكرة يساقى ينفع فضيلة. طب خليها بعد بكرة. اللي احترام ده. تقعد في تلاقي واحد. اه انت ما جبتش الفلوس ليه? انا عمري ما انسل. انا انا قلت كلمة قلت صح بيتكلم كده. قال لك انت بتتوطق مع مين انا عرفه? انا عشان انا متربطش كده. اه 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 كنت في الاسماعيلي. كنت الفلوس اتأخرت. اه. وكان داخل مبلغ معين وقايلي اللي اللعبة معينة عشان تروح تصرف والباقي يروح ما يلاقي ما فيش فلوس. اوكي. اقسم بالله انا. يعني روح تصرفه مدري عشان الرسيد مش هيكمل اللعبة كلها. اسم البنك كويس قوي. اه. وكلمت حد فصلة عشان ما قاعدت وقت طويل بنكسب والفرقة كانت جامدة جدا. بس هتنفس الزيوة انت بتاخدش مستحقات. اعملت تطلب زهنك ما بيبقاش. اش معاك اوه. كان فرقة جامدة جدا. فرقة الوقت ده كانت جامدة جدا. اتنين تكلموا مع رئيس النادي بطريقة لا طاليك بصراح. انا بقول الحقيقة. مش بقال المنادي باحترمه. لا لا لا. بس موقف انا شفته جدايقني جدا. ولما وقفت قلت عيب ما يصحش. اه قال لك انت بتعمل معالج جدا. ايه عمد رئيس النادي. الاحترامه. عايز تقول له كده اقول له في غرفة عشان في ناشئين موجودين ما يتعلمش حاجة غلط. صحة ولا انا غلطان. لا صحة طبعا. فانا ما شفتش ده. حبي انا بقول لك حاجات لو قول لك في النادي الاهل يا زهلك. ما بتتقالش. قعد عشر سنين بادخل لحبيبي تخرج تقلع زي الجيش. عسكري رايح التمرين كل يوم بتقف على الميزانة كيلو بالف جنيه. فتوقت تشفط له بطنك عشان مش عايز خاص. فاهم? تشفطه دي. ما فيش حاجة والنابي دي. صباح المحشي بقى تحتل له الف حساب. ما فيش حبيبي البيبسي ده كما منوع ببتاكل اكل معين في المعسكر. بتروح لو لابس شرب مختلف. هو بسلمك اللبس كامل كله. ولبسك بتجي تلاقيه متوضى بكل حاجة عشان هيش تلبس مخالف فما بيقول لكش التلبس مخالف ليه? تيجي اخر تروح معسكر اول يوم الماتش فيه محاضرات اللي ينزل متاخر دقيقة. بفلوس كل حاجة بفلوس. فتروح اخر الشهر قوله قوله انت خصم لي ده ليه? اقول لك ليه? تعال اقول لك ليه? اه تعال اقول لك ليه? يوم خمستاشر واحد الساعة انت انت جيت متاخر تلت دقايق. انت اليوم الوزن اه عدت تلت مرات اول تلت مرات الوزن بتاعها كان زاد اتنين كيلو بست الاف جنيه وقتها كان ركب. كيلو بست الاف جنيه? لا الكيلو كان بالف جنيه. اه. انا انت زاد زاد ستة كيلو خير اوه. في حاجة اسمها هتكلم زميلك بقيلة ادو فيه خصم جميد جدا يتعدل خمسين الفه والكلام ده وقتها. ايه. مش حاجة اسمها انت انت زيك زيه. مش حاجة اسمها ده نجمة وانت زيه. اه نشوفه في الشرعة انت هتعامله نجمة. احنا كلنا واحد. كان منو اللي بيعمل حركة جميلة اوه بتاع جيمة. كان فيها عدل. عدل الحياة. انا مسميها كده. ايه. كان يدخل دايما قبت اللبس. فانا هحافظه. اللعب اللي عتشوفني الحوار ده هتتحق. اه. يروح عامل كده. بتعرف اللي هو هيدي جيمة. والله العظيم كان. فيقول لك بصوا فوق. فيه النجوم في السم. كتير. انا معنديش نجوم. انا الناس باشي عايزة امشي على الارض. اللي مناخره هترفع. النادي في اربعة اوه بكلها يخد شده يخده. انا خرجوا منها عادي. لا اي حد. تخيل الكلمة جعلها. بتكلم بقى كبير صغير طخين رفاية عم بش حاجة اسمها. انت بقى رد. رد. بيقولها بعد لما يحصل موقف مش عاجبه مسلا. اه لما يحس في تعالي شوية. مم. مكيد كتر المكاسب كان ساعات توصل لها المرحلة برضو اللي هو يعني. تحس بنفسك شوية. ممكن يعني. اه. حاجة بشرية. كانوا بيقولوا عليها تشبع فقال لنا حاجة انا بتذكرها. قال لك اشتري الكتاب اسمه. اه. لما تقرأ الكتاب ده وتقول لك يعني بيتكلم عن خلق الدوافع. اول واحد راح جابه ابو تريك. اه. وهو بيتكلم قال لك انت لازم اه يروح ابو تريك اقال له تخلق دوافع جديد. والله ما بايس. اه. باعرج لو جابت كتاب يعني اقال لازم تجبوه بيخلق لكو دوافع جديدة. جبتوه. وحتى جاب دكتور نفسها. بس لأ. ما جبتهش. لأ لأ. ما جبتوش. بس كان عندي واحد زميلي في اسكندرية كنت انا خدت اجازة يومين. فكنت عايز اجيبه لان قاله هو مترجم في معرض الكتاب في اسكندرية. مكتب اسكندرية فبكلم الساحبي ده عشان يشغال في المكتب. قال لي ده عندي. قال لي مين اللي قال لك هل يقولت له ما نقول. قال لي رجل ده عبكاري ده الكتاب ده جمد جدا. ديك باور وآآ بيخلق دوافع ليك جديدة بعد نجاح. قال لي قصة فقولت له تعالى بقى قابلته يعني لخص قعد يحكيه لي يعني. قلت خلاص مالوش لازم الساعة. شفت بتاعته. ايه? شفت الملخص بتاعه. ما شفتش الملخص بقى الملخص اللي هو. البناء ادم اخدتك البناء ادم في ايد كتاب. لا وطبعا يعني منول جديد كل ناس يقول ان هو اعلمهم حاجات بعد كده استخدمه في حياتهم يعني. بص افضل سيبك من اللي بيقولوه مش فاهمين حاجة. كان بيشغل الله العزيم تلاتة منول جديد افضل مدير فني دخل البلد دي. وهم ما بيقولوا كده ولا الله? مفيش حاجز ما بيقولوا. انا بقى انا كنت مبايد محورة عبدالرحمن ما اقولك بيقولو هو احسن مدرم. طبع عارف ليه? عارف ليه? كان بيكلمك انسانيا يدخل. كان بياخد رسات الحربة يمرنهم شغل فردي. استردباكات نظري وعملي في الملعب. ما بي بيمشي في الشارع يسأل الناس. والله لا. مين ما عجبكش? مين عجبك? اللي انت حدث تشوفه ايه? فكان. كان ملمس مع نظر الناس. ملمس مع كل الجماهير. كل حاجة كل حاجة. بيهتم بقى داك التفاصيل. تمرينات نام بدر عشان بكرة التمرينة جامدة فبيعرف مين لما نامشي بدر فيجيب يروح مبادر معايد التمرين. اه. اليوم الكامل تعايش بقى. حب البلد. والجمهور حبه. فبتده يشتغل بحب اكتر. هقولك يلخص مانويل جوزيف موقف. اه. عشان تعرف بس فيه ناس بتتكلم عن حاجات وهي مش فهمة تركبته. فيه هدف النجم السحلي. محمد عباويب الله يرحمه رفعها. تمام. فقسامة حسن حطها. اه. في العكسية. فمانويل قال ايه? هات الصورة وشوف بس عشان بس. اه. قال ياس ياس ياس. عمل كده تلاتة. كان مشتغل عليها يعني. عشان اشتغل وفي التدريب كان يقول تترفع كده تفنشها كده حتى لو ما دخلتش عساق افريق. فكان بيدرب متعب على ده. وبيدرب في لفيو على ده. بيدرب بلال على ده. بيدرب وسامة حسنان. فلما حصلت بركات لما جاب الجون كده. بيقول لك كورة لما تدي لك كده. يجيب عسام الحاضر او يجيب امير عبد الحميد او يجيب ايها الجون. ويقول له. انت لما تيجي من هنا انت اول حاجة بتعملها ايه كجون. قولي. يقول انا باجري على. فيقول له اعمل. فالنشة هنا مطرح موجه. اي. لو رجع يتصاب يجي له صليب. فكان يعضيش راح يجيب الجون ويقول. فاللعيب. فلا كان 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 ما شاء الله كان هزيم يعني. انا طولت عليك فاسألك سروع قوي يعني. كولر بالنسبة لك اه ترتيبه في مدربين الاهل يعني عقبك كم كم من عشرة مثلا. اه مش كويس جدا بيحق بطولات. اه عمل سيزون استثنائي السنة اللي فاتت. اه اتمنى بس هو حاجتين انا بقولهم دايما اه الروتيشن الكتير في الفرقة الكبيرة. لا لازم نبقى عارفين بريال مدريب بنعرف الحداشر برشلونة. ده اتمنى. بس بلعبهم متبعد شوية برد. اه بس في نقطة بقى الاكتر للنفسي توصله. اه فكرة التغيير لازم في الديقى سبعين وخمسة وسبعين. اه. اه. فيه فيه العجب اه. بعد ربع ساعة ما بيقدمش المردود الفني. وفيه. لا اخرجه عشان يعني خلاص هو اهو فيه دفوف الفرقة. ما بتحصل كتير. فبيسيب ويغير الديقى سبعين. اه. دي دي. لكن هو كمدير فني. مدير فني. اه. عمل كيميا مع جاملين دي. حقب وطولات. فوقت وزاربت بدنا له التوفيق مدير فني كويست. رأيك في مودست? اه مودست اه. يعني مش هو رأس حرب النادي الاهلي. معبرش عن نفسه. سنه كبير. حركته بطيقة. الترنات بتاعته واضحة جدا. اه. مفيش حاجة اسمها. اجاب واحد للبوكس. انا نجيب واحد للبوكس طب وانا ما. يعني. طب واحد للاسم. صفقة دي ما. واحد في مصطلحات لو حد بيسمعها. قال لك ده لعب صندوق. يعني ايه لعب صندوق? هو ممنوع ما ينزل تحت ده يبقى ممنوع. بيبقى خرج نفسه. بالعكس انا عايز رأس حربها. بيعرف اتعامل فكرات العالية. متحرك سريع. بيتعب الخط الدفاعي. موجود. فلازم رأس الحربة اللي يجي النادي الاهلي. يليج باسم النادي الاهلي. كان لعب كويس. ممكن من خمس سنين فاته. ممكن كان يجي الاهلي يقدر يرجعه. لكن في السن ده. القدرة البدنية مهمة جدا. والاقل البدنية مش هتسعيفه يعني. في حد كان فيجي لك في محمد عبد المنعم. ولا هو حاس ان هو مسلا عنده مؤاهلات اكتر او كده. بغض نظرها وليس طبعا ما عملش حاجة. يعني لسه صغير يعني. محمد عبد المنعم لعب كورته حلوة قوي. لعب كويس جدا. دايما الناس بتشوف تقلو على الكورة سيكة زيادة عن لزوم. هو لازم يعالج دي ويبقى مؤمن بيه عشان يغلق. طول ما هو انت بتقوله كل الناس بتقوله. ما انت مسكش الكورة. اه. مش عادي فيه ده مغرور ده. انت اللي بتوصل الناس لك. لازم انت الاول تسك في قدراتك هو سكطه في نفسه. اول. لازم اللي انت تعرف اللي دي غلطة عشان يعالجها. طول ما ما بيعترفش اللي دي غلطة مش هيعالج. يا ليه غلطة ليه هو. ساعات بيمسك الكورة كتير جدا وراء في رزق. شفت مسلا الفماتش الزمالية كان زيزو ضغط عليه في ضهره عم عامل كده. هو اخر واحد. هي وجد حلول لعب كورة كويس. واحد من افضل لاستردباكات في مصر. انا على المستوى الشخصي بيعجبني جدا. ويعجبني لو هو بيحضر الهجمة بهدوء. فيه ناس فلسفيتها مش كده. عارف انت. قصة انت ايه? الشلوت. فيه في الاعمار السنية. ففيه واحد لما ييجي يستلم الكورة يا طالع شوط واحدة. وفيه واحد تاني يا ولد يجهز كورة. فتا لو المدرسة دي عمل كده مش هيبقى حابب فا ينتقده. والمدرسة دي هيقول ده كورته حلو. شو كده ما حدش هكتمع على حد. بالزبط. مين احسن مدات في تاريخ مصر لو انك يعني رجل من افضل المضافيين? طبعا انت بنسبه لك بقى انت بنسبه برشادي محمد. آآ لا ما قدرش اقول واحد. اتنين. لا ولا اتنين. الله. تتكلم في اجيال 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 اعضاء واحدة اتنين. بالنسبة لك انت اللي كان مسمع معك. بس في ناس ما شفتاش بس الكلام عنها جامد جدا. كابتن حسن حمدي كابتن ماره همامي كابتن ابراهيم يوسف. كابتن ابراهيم يوسف. اللي انت حضرته اللي انت حضرته. اللي انت شفته وخلك يعني مثلا حالي للمركز ده. اقول لك الحاجة انا كان بيعجبني رامزي سرتباك عمره او اللي ما عجبنيش هو في وسط المعامة مش عافة يعني. لا وانا وانا معك. كان بيعجبني سامير كامون. آآ يعني الاتنين دولي. مين احسن اللاعب في تاريخ مصر? انا عارف اللي ايجابة طبعا. احسن اللاعب في تاريخ مصر? محمد صلاة. بعد دي. ايه ده غريبة دي يعني انا قلتها. ابو تريكا وكابتن محمود الخطيب. مش الكابتن الخطيب على طول يعني. ايه? مش الكابتن الخطيب على طول مجال ما اتفكر. لا بص لا مش مش اصل ابو تريكا عمل حاجات كتير جدا وكابتن محمود الخطيب. ام. زي ما بقول لك ده اسطورة. طيب. فلا يعني اصل خلي بالك اصل انت بتسألني يا سئلة لازم يتقل فيها عادات كتير. يعني لازم يتقل الكابتن حسن شو حاية. لازم يتقل. في الاخر لما فيه جايزة بيدوها الواحد. يعني انا مسألك انت في رائع. الجايزة عديها الواحد ده اللي عمله محمد صلاح ما فيش حد عمله ولا هيعمله. وهو ينتقده. حاجة كمة في السخافة. اه والله والله سخافة. والله مع حق. والله هيدهاب. اه اه اه. يعني بتسمع حاجات هيعلمه محمد صلاح الكرة بنقوله جديد. اه انتم فهمين اجماعة انا بحكي لازم احكي لكم حاجة. بحكي. اهوري يعني انا متعملش معه خالص اصلا. اصلا. بس بشوف برا حاجة تشرف. اهدف على ما يجي يقولك هو في المنتخب. خلو روح هاتلو يورجن كلابه عشان يبقى كوي. طبعا في ناس مش يعجبها الكلام ده انا بهمنيش حد اصلا. انت فهم? ليه? اه انت عارف هو مكانتوا ايه? عارف هو في ايه? لما تلاقي حاجة نجحة. وابن بلدك. انتقدوا بادب. فالغلوية ظاهروا. الغلوية في ناس كتير انا والله يعني هو كويس ده كويس لو مؤدب جدا. في ناس كان لازم يترد عليها. ايه التجاوز ده? ايه التجاوز ده? قال ايه وعمل ايه? والتهموه بالخيانة. والتهموه بحاجات غريبة جدا. وسيبك من فكرة راحه وتصاب ولا ما تصابش ولا. هو يجدب عليك ليه? ده بطولة افريقيا دي. ده بيقابل فيها مستوى متدني. بالنسبة لللي بيقابله. بالضبط. ايه وخلع ايه? فيلا بقى الترند بقى الترند محمد راح يتفرم عشان الجمهور بصوا ده بقى الاعلامي ده محترمة. اليوتيوبر ده علامي عشان ماشي مع الناس. طب قول عكسه تخاف. لان انت بانيت البرامج دي اصلا عشان تكسب الجمعير والفولورز. ما بقى هنا واضحة. لكن ما تغيرش مبادئك عند النجوم. حاجة اخيرة هقولها معك. قل. عندنا برضو من ضمن الحاجة باللي نختم بيها. ودي مهمة جدا. فيه ببقى العيب نجوم عمل التاريخ. مش كل نجم. بيفهم في الادارة. ومش كل نجم بيفهم في التدريب. ومش كل نجم بيفهم في الاعلام. في نجم بيفهمش حاجة خالص وتلاقيه بيعمل كل الحاجات. طيب. وهو ولا بيفهم في الادارة على مسئولاتي اللي انا بقوله. ولا بيفهم في التدريب ولا بيفهم في التحليل ولا اي حاجة خالص. وبيعملهم كلهم. وبيعملهم كلهم وبتساعدوا الظروف اللي هو يعملهم كلهم. ولا بينجحنة ولا بينجحنة ولا بينجحنة بس عشان بيتقال عليه نجم. وبيكمل. وبيكمل. وفيه قده عشر مرات. في البيت. قاعد في البيت. ده واحد. اتنين. في حاجات مش حكرة على حد في حاجات مش حكرة على حد ولا في اسم اكبر من اسم لان مورينيو ملعبش كورة وكان مدرب عظيم كان مترجم بس مدرب عظيم عشان اشتغل فاخد فرقة فنجح فنجح وكسب وعمل 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 بس عشان اخد الفرصة الحقيقية فهم فهنا بشوف ناس بتكلم على بعض بشوف حد المكان مش بتاعك مش معنى انت عادت في المكان ده اشتغلت فيه شوية وبقى بتاعك وانت مش معنى انت روحت ما اقولكش ربنا يوفقك حاجة غريبة جدا بس هي معتمدة على انا بقولك عليه لازم بيفهم في الادارة ومذاكر ادارة يروح للادارة اللي مذاكر اعلام وانا مش ضد لعبت الكورة تبقى موجودة لانه هيكلمك في امور كتير جدا مش هيكلمك فيها حد خارجي يعني انا عارف انا بقول ايه ولكن اه اوكي يعني لكن عايز ادرب وعايز احلل وعايز اطلع في الراديو وعايز امساك اندية وعايز امساك اتحاد الكورة وعايز ايه يا جماعة في ايه انتوا خايفين تقولوا كده لا انا اقولكو كده هتقول لي واخد بطورة افريقيا اقوله في تمانية هنا هتقول لي واخد دور مش عارف عدده من كتر ما اخدت الدور كان عادي بالنسبالي فانا مش غرور بس بقول الحقيقة اللي موجودة على ارض الواقع اللي فيه حتى ناس بتاخد حاجات لا تستحقها مجرد الاسم نجم ففيه نجم يستحق الحاجة وفيه نجم هو لا يليق بالحاجة هذه الحقيقة عشان كده عملين دايرة مفرغة باللف جواه باللف جواه فتلاقي ده اللي هو مش عارف في الاربع اللي قلتهم تمانين واحد رحوله جريه عليه عشان هو في ايده ده مثلا حاجة غريبة جدا لا يدرك اللي هو فيه ولا يدرك ولازم صاحب بالين كدابة يا عبد الرحمن لو انا بقالعب كورة وبالعب تنس ولا حنجح في التنس ولا حنجح في الكورة لازم العدالة الاجتماعية مش عطي تقولوا حرية مش عطي عدالة اجتماعية ما العدالة الاجتماعية اللي انت تعمل حاجة حاجتين يا عم زود دخلك وكل حاجة بس كمان ما تبقى اش هستقفلها عليك ولما تيجي تدي ددي اللي بينافق اللي انت تبقى لابس بدلة زي الزفت تروح اقللك ايش يا جدي ايه الجمال ده واو ما تمشي وحش قوي احنا عنفضل شغالين كده على طول فبجد في حاجات تستحق تروح لناس مقتهدة ومحترمة وفي ناس بتاخد حاجات هي اللي تستحقها ده رأي ومش عغيره وبقوله بكل قوة زي بالزبط فكرة وهاني كلامي تبطل كورة تروح كده حنجحين اه امسك ستاشر سبعتاشر كويس يفهم ايه ده اتعلم ايه عشان يروح يعلم ناشئ صح فلازم اللي يمسك الناشئ ده اهل خبرة ناس داست في التدريب واخدوا رخص واخدت تحملات عشان الولد ده يتعلم فبتيجي تقولي مفيش محمد صلاح ليه عشان النجم بيبطل بيرضيه والحاجة الاخيرة بقى عشان اختم كلامي واخلص من الجزة دي لعيد بيعتازل بيعتازل ايه بتديله بقى تكريم ياخد زي المتقلق نجم الفرقة يا باشا دا بيعتازل دا بنقوله باي باي انت يعني قطر خيرك على السنين اللي انت عملتها وبتاع ممكن اقولها له كده في احتفالية جميل لكن اديله عشرين وثلاثين مليون مال سايد اديله عشرين عشان بكرمه على مجهوده وتعبه احنا البلد بحيدة بنحمل كده اقل لها عقد بتاخده انت بالبطئ اقل لها عقد وانت بالبطئ احنا لها اكبر عقد وانت بالبطئ ولو بيحبوك تاخد اكتر واكتر ويقول لك الحاجة ممكن عندك عكار ولا دا خلاص لك ايه انظر دا بيحصل والله والله بيحصل صح الناس بقى مش بتاعت صراحة مطلقة بتحب النفق والكدب والتنفق فالله عايز يكمل في النفق دا يكمل سيب اقول لك الحقيقة اللي هو بتبطل بتاخد اقل لان عندي نجوم بخلاص كبره وعملوا يوم دور وما حد ما تضيب كان بقى ما الاسعار هتقعد بقى تنط بينا هنقعد نسمع ارقام خالي ربنا مش بتكلم في رزق حد ربنا يا رب يرزق الجميع بتكلم في بيزن زكور بتكلم في الاحترافية ايو ايو يعني يا سألك ما ما عندناش كريستيان وعشان يتعاملوا عن كده ما عندناش كريستيان فاهم بس دا رأيه ودي حاجات كان مهمة جدا نختم معاك بيها لان مفيش حاجة حكرة على حد ولا في حاجة بتاعت حد والكل سواسية ممكن يبقى في حد ما كانش اسمه في كرة كبيرة بس علامة في الادارة محتاجينه كنت شعر في الوقت مركب مسدس في بقك بطلع منه رشاص كده في ايه لا انا طول عمرك مع اللي يستحقه بس النهار دا رشاص وحياتك عندي وحياتك عندي انا قلتلك الرضا واللي بعندك حزة نفس وراسك تبقى مرفوعة فوق وتبقى عارف اللي انت في المجال دا تعبت اسعدت ملايين قصرتك بتاعتز بيك مفيش جمال احلى من كده اهدافك اللي انت عاوزها تقول لأ وربنا ادك اكتر فبالتالي تخاف من بشر ليه ولسه هنقايم بعد التعب ومجود السنين دا كله اللي واحد شافه لسه هنقايم حد دي قايمنا على اخر الزمن لا بعد التعب والخبرات اللي شفناها وشفنا اجانب وشفنا ادارات وشفنا 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 وبالمناسبة الاهلي مدرسة مدرسة للانضباط دخل كتير ناس عاملة كده فبيمشيوا مع المسطرة يما بيبقى بره صح واللي يخلص بيبقى ليه كيان ويحترم والناس تبدل تحترمه طول الوقت ده اسمك محفور في التاريخ ده غضبا عن اي حد الحمد لله وانا بشكرك لانا الكابتن التاريخ النادي الاهلي شرفني النهاردة وانا دي حاجة كبيرة جدا عندي والله يفوق ما تتخيل حتى لو احنا اصدقاء بس برضو الجميتك محفوظة يعني حتى لو انت شايل ما بيننا الحدود انا بتشرف بده وبشكرك شكرا جزيلا اه اولا كل سنة وانت طيب وانت على المستوى الشخصي اه انا بحترمك وفي معزة وحب ليك جدا ومش نفاق ولا الكلام ده لو ما كنتش كده ما كنتش جيد وانت لو ما كنتش دعتني انا كنت هطلب منك اطلع معاك عارف ليه علشان اه بيبقى ليك اصدقاء يستحقوا ما كان في حتة حلوة تعبوا كتير وراحوا كتير وصرفوا من جبن عشان يروحوا لحتة حلوة بس احنا التوفيق ما يبقاش معاهم او ما فيش الدعم اللي كلنا سعب نتمنى بحد يقف ده فالطبيعة تعمل حاجة اه الحب والمعزة تترجم اللي يكون موجود معاك وانجومك وصحابك يكونوا موجودين معاك من غير ما انت تطلب انا بشوفك مواخفك اه على رأسي والله فعلا الله يخليك دي كانت حلقة النهاردة مع قائد التاريخي والكابتن التاريخي لنادي لأهل الكابتن شادي محمد اه اشوفك ان شاء الله في حلقات اخرى مع ضيوف اخرين مميزين مع السلام